اهلا بيكم وحلقة جديدة من الاهل خط احمر اول حلقات سنة 2022 اهل البهجة اهل السعادة اهل الفرح اهلا بيك يا فارس كل سون طيب وكل مشاهدي قناة النادي الاهلي طيبين وبخير سنة سعيدة ان شاء الله وبإذن الله تحققوا احلام 2022 ودائما يا رب كده الاهل منتصر وعندنا طبعا احلام للنادي الاهلي وليكن تحقيق بطول الكأس عاملان دي ان شاء الله ان شاء الله بإذن الله بس حبيل نقف معاكم عند السنة اللي فاتت كانت سنة مهمة جدا مش بس بالنسبة للخط احمر لا بالنسبة لنا كمان عن المستوى الشخصي احنا البرنامج ده قائم سواء موجود انا واسامة وفريق الاعداد رضا وشادي وغمري وكل الكرول موجود في الاخراج وكل المسؤولين عن البرنامج ولكن البرنامج ده دايما بنشوف انه هو له نجم واحد قبل كل الناس وهو جمهور النادي الاهلي الجمهور اللي دايما بيحسسنا ان احنا بنقدم حاجة عشانهم بجد ممتنين ليكم عن السنة اللي فاتت دي سواء مشاهدات او ارقام لحظاتكم ان بنبقى فيها ترند على مستوى مصر في اوقات مهمة جدا دعم على اليوتيوب دعم على السوشيال ميديا كل ده كنا بنشوفه منكم على مدار السنة دايما انتوا كنتوا نجم الحدث وانتوا نجم المشهد واحنا دايما بنشوف ان احنا موجودين عشان ارضاقكم موجودين عشان نوصل صوتكم زي ما انتوا بتقولولنا دايما ويا رب نكون قد المسئولية دي عندنا احلام للاهل كتير بس تصدقوني احلامكم واحلامنا للاهل مش هتكمل غير بيكم بالتأكيد يا فرس جمهور النادي الاهلي وكلمة السر في اي شيء يخص النادي الاهلي اي عمل يخص النادي الاهلي هي جماهير النادي الاهلي رقم واحد ولما بنقول جماهير النادي الاهلي اللي بتتواصل معنا بشكل كبير جدا ما بنفرقش بين جماهير النادي الاهلي واعضاء الجماعية العمية للنادي الاهلي لأنهم أيضا من جماهير النادي الأهلي ولحظات كتير كنا بنتواجه فيها داخل النادي فبنلاقي نفس الحماس نفس الحب من أعضاء الجماع العمية للنادي الأهلي نتمنى دائما نكون عند حسن ظن جماهير النادي الأهلي ودائما نقدم شيء يليق بالنادي الأهلي وقيمة النادي الأهلي ورجعكم وقال لكم في 2021 وقيمة الشعار ده شعار قناة النادي الأهلي أنا في كده كابتن محمود الخطيب قال حاجة أنا دايما بقتبسها لأن ده بالنسبة لي تعبير ساحر جدا هو فكرة الجماعية العمومية والجماعية العامة اللي اتنين بيكملوا بعض فعلا الجماعية العمومية وجمهور النادي الأهلي هو الجماعية العامة نتمنى أن نكون طول الوقت عند حسن ظنكو أعتقد في 2021 كان في قضايا كتير شائكة تخص النادي الأهلي 2022 بندعم الأهلي في ظهر الأهلي إحنا وإنتوا مكملين عشان حاجة واحدة بس أن النادي الأهلي يفضل رقم واحد زي ما هو عودنا وليه النادي الأهلي رقم واحد؟ لأن إحنا لو استرجعنا بسرعة كده بطولات 2021 هنعرف أن النادي الأهلي يحقق ما لا يحققه وغيره ممكن بالصدفة كنت بشوف أحد الفيديوهات بعيدا عن مين اللي كان بيتكلم كان بيتكلم فكرة أن تحقيق بطولة دوري أبطال أفريقيا لو قدر فريق يحققها مع تحقيق سوبر مع أنه يلعب في كاس العالم الأندية ده شيء صعب جدا ولا يتخيله إحنا ده بقى عندنا شيء سهل جدا لو استعرضنا بطولات 2021 هنلاقي أن إحنا حققنا في شهر فبراير برونزية العالم للأندية ثم كان عندنا في شهر مايو السوبر الإفريقي على حساب نهضة بركان وكان عندنا في شهر يوليو العاشرة بتوقيت بقى الأهلي أيضا وكان عندنا مسك الختام وهو السوبر الإفريقي في ديسمبر لحظات مهمة جدا لحظات جميلة وذكريات جميلة النادي الأهلي علمنا فيها أنه يكون الأول وده مرتبط بسؤالنا اللي بنقوله لكم من البداية عشان تبقوا معنا فيه أفضل لحظة عاشتها في 2021 وأعتقد دي أسامة لحظات بتمثل بطولات ممكن أنت برضو يعني نبدأ بالسؤال إيه اللي عشته في 2021 شايفوا أنه كان مؤسسا بص أنا كنت أتمنى أن نتكلم عن فكرة الاحتفالية بالأهداف لأن برضو بس قلناها كله برستاو أنا بالنسبة لي كنت أرغبط طبعا سؤال الحلقة تساركنا طبعا على هاشتاج الآلقة التحمر وذكالة عادة إن شاء الله هنعرض تويتات حضراتكم وتعليقات حضراتكم على الفيسبوك ونتمنى يعني تكون كل المشاركات إيجابية وأنا بالنسبة لي يا فارس عندي لقطات كثيرة في 2021 البطولات كلنا هنقف عندها ونقول دي لحظات حسيمة لكن أنا عندي لقطة يعني بالنسبة لي أو لقطتين بالنسبة لي في 2021 اللقطة الأولى متعلقة باحتفال محمد شريف في الهدف الثاني في مبارات الأهلي والزمالك الانتات 2-1 كان الهدف الثاني محل محمد شريف بعد هدف شكبالة بلحظات كان احتفال شكبالة بطريقة ما فمحمد شريف بعدها بدقيقة بنفس الطريقة الاحتفال ببساطة شديدة جدا بيسجل الهدف الثاني اللقطة التانية وهي أيضا في مبارات الأهلي والزمالك وأنا على المستوى الشخصي بحب جدا طريقة لعب عمر السلية فكان أسست عمر السلية في الهدف الثالث من خماسية الأهلي في شباك الزمالك دول لقطتين اللي معا دول لقطتين أنا بالنسبة لي البطولة المهضر حقاها لدى عموة لا لا احنا اتفقنا هنبعد عن البطولات هنبعد عن البطولات اديني برا البطولات طيب لو هنتكلم عن حاجة لأنها مرتبطة بنفس البطولة كابتن محمود الخطيب والتيشرت اللي كان مكتوب عليه رقم عشرة بيبو لأن أنا بشوف أن كان دايما فريق النادي الأهلي حاسس بتواجد كابتن محمود الخطيب معاهم ودوره لأن فيه فرق ما بين اللي بيدير أو رئيس النادي وفيه فرق ما بين القائد ده إحساس مجموعة تجاه القائد بتاعها اللي كان موجود معاها في كل المراحل الصعبة وشال عن نوم كتير قوي وشال عن الجميع كتير قوي فعايز أقول أن دي كانت من اللقطات المؤسرة بالنسبة لها تودي اللقطة التانية بقى اللقطة التانية ما هي برضو في نفس القضايا خلا نتكلم عن البرونزي لقطة المديليات لأ برضو كم لقطة المديليات طبعا كانت أيضا بتأكس نفس المعنى ولكن كمان هنا كان كابتن وليد سليمان هنا ده حمد فتحي ولكن كابتن وليد سليمان بيفكر إزاي هو بأشارب مدرسة النادي الأهلي اللي فيها فكرة الشعور بقيمة الكبير والرمز كابتن محمود الخطيب سجد سجدة شكر في التسعة أعتقد ربنا استمر بالعطايا للنادي الأهلي في وجوده وكمان اللاعبين حبوا يقولولوا قده هم حسين به بالتأكيد يا فارس لقطتين ده مهمين جدا ودي يعني طباع لعبي النادي الأهلي تأدير دايما اللوائف في ظهرهم الكابتن محمود الخطيب يعني إشاء الحمل كبير جدا على مستوى بطولات القرية تحديدا والبطولة التسعة ومحاولة عودة البطولة مرة أخرى لدلاب النادي الأهلي بعدما أن تمنعت سبع سنوات رجعت مرة أخرى في البطولة التسعة ثم كانت البطولة العشرة ولكن بما نتكلم عن المدليات أنا برضو حاب أقول لقطة كابتن محمد الشناوي اللي استعرضناها الحلقة السابقة وهو بيدي المدالية دي طبعا صورة بي بوتين لكن كتلقط الشناوي هو بيدي المدالية لجماهير النادي الأهلي بعد السوبر الأفريقي تأدير أيضا لدور الجماهير في كطر كلها لقطات سعيدة قلنا أنت بقى إيه اللقطات اللي أنت شايفة عندك في 2021 على هشتاج لأهلي خط أحمر وإن شاء الله هنستعرضها زي ما هنستعرض دلوقتي مباريات النادي الأهلي في 2021 النادي الأهلي في 2021 لعب ستين مباراة أجمع ستين مباراة ما بين مباراة قرية ودولية وخارج مصر وفي بطول الكأس العالم أندية ستين مباراة كان الفوز في 38 مباراة والتعادل في 18 مباراة والهزيمة في أربع مبارات فقط لغير النادي الأهلي سجل رقم كياسي في 2021 120 هدف ده أكبر رقم سجله النادي الأهلي في سنة ميلادية من 1 يناير 2021 ل31 ديسمبر 47 هدف تلقاهم النادي الأهلي في هذا العام 26 مباراة من الستين كان شباك النادي الأهلي نظيفة توزيع طبعا المبارات كأس العالم أندية لعبنا 3 مباريات فوزنا مباراة اتعدلنا مباراة خسرنا مباراة السوبر المصري لعبنا مباراة التعادل كان مباراة لأنها انتهت برقلات الترجيح السوبر الأفريقي لعبنا 2 واحدة فوز واحدة تعادل لأن التانية كانت برقلات الترجيح في دور الأبطال لعبنا 14 مباراة فوزنا 9 اتعدلنا 4 خسرنا هزيمة واحدة فقط لغير أمام سنبا التنزاني خارج الملعب وفي كاس مصر لعبنا اتنين فوزنا الاثنين وفي الدوري لعبنا 38 مباراة فوزنا 25 اتعدلنا 11 واخسرنا اتنين فقط امام سموحة وامام غزل المحلة وسجلنا 81 هدف استقبلنا 35 حفظنا على انضافة الشباك 13 مباراة دي كانت لقطات للنادي العالي فارس خلال عام 2021 الناس بتتكلم عن فكرة الاهداف النادي العالي سجل 120 هدف وده رقم قياسي للنادي العالي في سنة ميلادية تلقى هزمتين فقط لغير في البطولة المحلية ومع ذلك لم يحالفوا الحظ ان هو يحق بطولة الدوري ولكن تم تتويج النادي العالي على مدار السنة في اربع محطات مهمة جدا انا حابب بس ارجع للبطولة العشرة لان انا حايز اقول ان دي اغلى البطولات عندي خلال الموسم او خلال السنة الميلادية حابب كمان اقول ان البطولة دي لم تحظى بالتقدير الكافي من الالوية ربما نتيجة سهولة مباراة النهائي نسبيا ولكن مشوار البطولة نفسه ما كانش سهل انا بشوف ان البطولة دي ان توصلت بعض الفرق الاخرى في افريقيا اللي ما خدتش البطولة لمدة 20 سنة او اللي خرجت من دور المجموعات ان هي تشوف البطولة سهلة هو مش شايف البطولة سهلة هو شايف ان الاهلي في حقيقة الامر هو اللي سهل البطولة على نفسه انما بالنسبة له هي تظل البطولة معادلة صعبة جدا البطولة العاشرة تحديدا فيه تفاصيل كتير فيها احنا لو نرجع للاحظة فيتا كلاب او بعد مباراة سيمبل اللي كان لسه اسامة بيقول عليها هنفتكر ان لا كنا بنعيش لحظات صعبة فرصة ان انت دايما بحب لحظة التحقق غير لحظة التشكقق بمعنى ان انت حققت البطولة على حساب الزمالك قبلها ممكن تعتبر ان دي لحظة استثنائية في تاريخ الجيل ده عشان تجي البطولة اللي بعدها تسأر من سانداونز للمرة التانية ويقول الشوالق يلا يوم تبعثون ثم بعد كده الترجل اللي كان ليه عندنا حاجة ايضا بتقدر تعوضها وتخرجه من نصف النهائي وفي النهاية بتحقق البطولة للمرة التانية وبتأكد انك قدام جيل استثنائي عشان كده بقول ان البطولة دي لازم تاخد حقها بان هي فعلا بينت ان البطولة سهلة بس سهلة بالنسبة للندي الاهلي بعقليته عشان كده اعتقد ان البطولة دي تحتاج مننا ان احنا نعيد النظر اكدت على هوية النادي الاهلي يا فارس وفكرة ان النادي الاهلي هو نادي يعني حقيقة الطموح والمجد هو صنعة في النادي الاهلي وده كانت مهمة جدا لان البطولة عشرة بالنسبة لي برضو لها اهمية ولكن وانت بتتكلم انا قفت عند عمر الصلاة اللي قال الناس شافت النفس المباراة سهلة لان النادي الاهلي هو اللي ساهلها على نفسه وده كان حقيقي وعندنا عمر الصلاة وحمدي فتح تحديدا في وسط الملعب يعني قدموا أداء كبير جدا مع آليو دينجو وباك اللاعبين لكن في البطولة الأخيرة كان فيه يعني لقطة ما وقفناش عندها خالص يمكن هي كتمنها كان الجامل مدرج فما شفناش بشكل كافي وهي لقطة لحمدي فتحي حمدي فتحي وطاهر بيسجل هدف في الديه التسعين في الديه التسعين جميع لعيب النادي لآلي بتحتفل إلا حمدي فتحي رايح في مكان تاني خالص رايح يجيب الكرة من الشبكة وعمال بيستدعي لعيب النادي الأهلي من أجل تسجيل هدف تاني أنا يمكن اللقطة دي ما نقلتهاش يعني الشاشات ولكن تم نقلها عن طريق بعض الفيديوهات من أشخاص أو جماهير كانوا موجين في المدرجات فحابب أقول هي دي عقلية النادي الأهلي اللي وصلتنا إننا نحق العشرة ونحق السوبر التاني على التوالي ومخليانا دلوقتي وإحنا بنبتدي 2022 نحلم إننا نحصل على كأس العالم قندية وإنحق البطولة على الحداشر والثالثة على التوالي إن شاء الله جيل كامل أصبح متشرب تماما لعقلية النادي الأهلي اللعبة من أجل البطولات والتتويج بيجيب تتويج وفيه حاجة كمان خلينا نكون منطقيين يعني أنت عندك خسارة الدوري كان لها تأثيرها السلبي ودي من اللحظات السلبية في 2021 عشان نكون صادقين ولكن كمان أنت ما كنتش هتقدر تتجاوز اللحظة دي إلا لو أنت كنت محق دوري أبطال أفريقيا إدى الفريق دفع إن دي مجرد كاب ووارد تحصل إدت المدير الفني ثقة إنه هو يقدر يكمل ويواصل أفكاره وأحلامه آه مش بتقيم بالبطولة ولا المشهد ولكن في النهاية كان مهم جدا إن ما يبقاش لأ عندك ضرر أكبر من بطولة الدوري فعشان كده العشرة برضو كانت مهمة في تثبيت شخصية الجيل ده زي ما أسامة قال لكم ولكن كمان كان فيه أبطال للسنة الميلادية بتاعت 2021 ما نقدرش في بداية السنة إلا إن إحنا نقول إنه هما السنة اللي فاتت كان لهم دور مهم جدا هدفوا الفريق محمد شريف خلال السنة خلال السنة الميلادية وليس الموسم سجل 29 هدف مجد أفشا كانت تاني ب12 هدف وحسين الشحات ب12 هدف صناعة الأهداف خلال السنة الميلادية كان مجد أفشا 17 حسين الشحات 13 وعلي معلول 10 رقم جاية جدا لمعلول مقارنة بالنغاف فترات كبيرة للإصابة عدد المشاركات بالدقائق مجد أفشا وده جماعة حاجة نحط تحتها 100 خط مجد أفشا من أكتر اللاعبين مشاركات بالدقائق وقاليو ديانج وثم عمر السلية أليو ديانج 4385 دقيقة ومجد أفشا 4860 وعمر السلية 4302 وعشان كده نقدر نقدر لمحمد مجد أفشا حيكون مستفيد جدا قدر الله ما شاء فعل أكيد كان نفسيا نشوفه مع المنتخب ولكن حيكون مستفيد على الجانب البدني من أنه هو ياخد الراحة دي اللي أهم كمان يا فارس بالنسبة لي هو محمد مجد أفشا بالأرقام اللي حضركم شفتوها دي بيحطم أجذوبة فكرة أن محمد مجد أفشا عايش على القضية مستحيل يكون عايش على القضية وبيقدم في 60 مباراة مساهمة في 29 هدف بيشارك في 57 مباراة بيكون موجود في تاني قائمة الهدفين بيكون موجود في صدارة صناعي الأهداف بيكون موجود في صدارة المشاركين مع النادي الأهلي فبأي حديث ممكن نقتنع أن محمد مجد أفشا توقف عند القضية لا محمد مجد أفشا بدأ من عند القضية البداية الحقيقية ثم بيستكمل مسيرة من النجاح وبأي كلام فارس فكرة راحة لمحمد مجد أفشا هي استراحة محارب وهيعود في 2022 إن شاء الله أقوى من 2021 وده اللي متوقعينه من اللاعب اللي لما تصاب أبن مباراة الترجي في الدور نصف النهائي والجميع أقر أو خلاص يعني أتأكد أنه مش هيلعب مباراة الزهاب كان بيتعالج صباحا ومساءا عشان يتواجد في مباراة الزهاب في تونس وعشان يساهم في فوز النادي الأهلي واحد سفر على الترجي في تونس في مباراة كانت صعبة جدا فما حدش يا جماعة بعد إذنكم يقول تاني محمد مجد أفشا توقف عند القضية حابة سأقول أن محمد شريف بالتسعة وعشرين هدف في سنة 2021 بيكون تالت لعب في تاريخ النادي الأهلي من حيث وعاد الأهداف في سنة ميلادية سبقوا بهدفين فقط لغير الكابتن أحمد بلال والكابتن محمد أبو تريكا أحمد بلال في 2002 والكابتن أبو تريكا في 2006 وطبعا محمد شريف أيضا محتاج دعم قوة جدا لأنه برضو في بعض الأوقات بتهتز الثقة لما بيلعب في طريقة جديدة أو لما بيكون نجم المنتخب والأكثر مساهمة مع محمد مجد أفشا وبيلاقيش دور أساسي فبالتالي عندنا نجمين كبار كانوا الأبرز من وجهة نظري خلال سنة 2021 لكن عندنا نتائج أخرى هي أيضا الأبرز استعرضنا لكم بقى أكثر النتائج من حيث وعاد الأهداف اللي سجلها النادي الأهلي في 2021 وطبعا هتلاقي الحرس الوطني بطل النيجر في صدارة وطبعا بنتيجة محببة للنادي الأهلي وهي نتيجة 6-1 ففريق الحرس الوطني بطل النيجر دخل نادي الستة الممتلئ عن آخره النتيجة اللي بعد كده نتيجة الزمالك أو مباراة الأهلي والزمالك الانتهت بفوز الأهلي 5-3 ثم الإسماعيلي 4-0 سيراميكا 4-0 سموحة 4-0 نهائي العشرة قيزر 3-0 الترجي 3-0 في الدور قبل النهائي المريخ السوداني 3-0 فيتاكلاب 3-0 الانتاج 4-1 المقصة 4-1 سموحة 4-1 والمصري 4-2 دي أبرز النتائج اللي حصلت في 2021 وعشان كده مش مستغربين ان النادي الاهلي سجل 120 هدف طبعا أبرزهم 6 من الحرس الوطني أو 6 للحرس الوطني وخماسية الزمالك اللي انا لسه متكلم عن أستاذ السلية مع محمد شريف مشكلة ان احنا برضو استعرضنا الزمالك كتاني اكبر نتيجة الاهلي سجل فيها وما اعتبرناهاش ان هي فرق هدفين بس لانه تبقى النتائج التقيلة نتائج سقيلة حتى أبى من أبى أو شاء من شاء احنا في النهاية عندنا واقع وأرقام ولكن النادي الاهلي برضو عايز اتكلم حاجة تخص الأهداف النادي الاهلي هجوميا كان مميز جدا السنة دي وانا بشوف ان النادي الاهلي هجوميا عنده حلول حتى لو بلعب بطرق بعتقد البعض ان هي بتقلل هجوميا ولكن لا شوفنا قدام الترجي بتقدر بتسجل في المبارازة هابا ايابا أربع أهداف فكان شيء مهم جدا ولكن على المستوى الدفاعي محتاجين نشتغل كتير جدا اه يمكن شوفنا تغيير طريقة اللعبة عشان خاطر نقلل الأهداف اللي كان بتدخل فينا ولكن مهم جدا 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 النادي الاهلي يتحسن دفاعيا لان ده حيفرق معه مستوى البطولات كمان كرة القدم ما كانتش بس هي الحاجة اللي فرحتنا خلال السنة في لعبات تستحق ان احنا نقف عندها وفي أبطال يستحق ان احنا نديهم حقهم وصور تتوجهات النادي الاهلي في ألعاب الصلاة عندنا الاهلي في 2021 ده خلال السنة الميلادية كرة الطائرة حققت دور رجال دور السيدات والكأس سيدات كرة اليد حققت كاس مصر رجال دور سيدات كاس سيدات منطقة القاهرة سيدات البسكتبول الرجال حقق دور المرتبط بطولة عربية منطقة القاهرة والبسكتبول سيدات حقق دور المرتبط كاس مصر كاس السوبر وأعتقد يا أسامة نتائج بننتظر كمان أكتر من فرق الصلاة في النادي الأهلي وبننتظر أن هي الجمهور مهتم جدا بألعاب الصلاة ومهتم أن هي تكون على مدى كفاءة كرة القدر بالتأكيد يا فارس وأنا هنا عايز أقف برضو عند لقطة مهمة جدا وتحديدا في كرة اليد رجال أنت خسرت الدوري أمام الزمالك في مباراة كانت قبل مباراة فاصلة سانيتين فقط لغير كانت بتحول بينك وبين تحقيق لقب الدوري وبعد مخسرنا الدوري في المباراة الفاصلة اجتمع لعيب كرة اليد مع الكابتن محمود الخطيب في غرفة الملابس وتعهده على تحقيق بطولة كاس مصر وهو ما قد كان الأمر بالنسبة لكرة الطائرة وبالنسبة لي كرة الطائرة هي الألعاب الصلاة أو اللعبة اللي في الألعاب الصلاة اللي دائما روح الفنال الحمرة الطغية بشكل كبير جدا وبالتوازي مع الكرة طبعا كل التحية والتأدير للمسترز لكن أيضا كرة الطائرة سيدات بقيادة طبعا الكابتن وأسطورة النادي الآلي في كرة طائرة حمد الصافي في 2021 بيحقق 77 فوز على التوالي عشان يكون رقم قياسي على مستوى العالم فبالتأكيد ده شيء كان يجب يسكر فيه ألعاب الصلاة في 2021 ولكن ما ينفع عشان عد عام من أعوام أي عام في تاريخ النادي الآلي إلا ما يكون دائما في مواقف أدبية مواقف شاهدة مواقف بترسخ النادي الآلي نادي المبادئ في فبراير 2021 النادي الآلي وقع حصلت في غرف الملابس لم يكن الأعلام يعلم عنها أي شيء ولكن صدور قرار من النادي الآلي بإيقاف كهرباء لمدة شهر وغرامة 200 ألف جنيه والاعتذار للجهاز الفني واللعبين في مارس الكابتن رؤوف عبدالقادر مدير النشاط الرياضي في النادي الآلي بعاقب هانا جودة ومريم الهضيبي بسبب بعض المناوشات حصلت على وسائل التواصل الاجتماعي الاثنين تحديدا في سبتمبر كان هما طرفي نهاء دور أبطال أفريقيا وتنفسه وفازة مريم الهضيبي بطولة أفريقيا لتنس الطولة دي جزء من مبادئ النادي الآلي ويمكن كمان كان في إبريل إيقاف للكابتن عمر أنور المدرب الشباب لمصادر منه في مرات الآلي وإنبي وتم تحويله للتحقيق وحتى من ناحية التأدبية كان فيه غرامة 300 ألف جنيه بعد إخسارة السوبر فهتلاقي في كل عام دايما بيمر على النادي الآلي في مواقف بتؤكد أن النادي الآلي هو نادي المبادئ في مصر أكيد طبعا يا أسامة لقطات مهمة كان جزء ده بيتفرد بين النادي الآلي يمكن أسامة وقف عند جانب البطولات هيظل النادي الآلي متصدر فيها مهما كانوا اختلفت الظروف محدش يقدر ينزعوا فيها ولكن في جزء كمان بيتفرد بين النادي الآلي زي ما أسامة استعرض معاكم أكيد ده اللي بيميز هوية النادي الآلي وبيفرق عن أي حد وهي تراص مبادئ النادي الآلي بالتأكيد يا فارس ودلوقتي نطلع فاصل وانتظرونا بعد الفاصل وأحداث شيقة جدا ورجعنا لكم والأهلي خطة أحمد معنا بقى موضوع تاني خالص وهو منتخب مصر اللي مقبل على بطولة كأس الأمة الأفريقية اللي هتبدأ في 9 يناير أعتقد القيمة تم إعلانها ومع إعلان القيمة كان فيه لغة كتير ولكن نستعرض الأول للقيمة اللي خرج علينا مستر كروش بيها عشان يفاجئ الجميع اللي كان البعض منه مش متفاجئ وإحنا منهم دي قيمة المنتخب الوطني في حراسة المرمى محمد الشناوي أبو جبل محمد صبحي محمود جاد والمدافعين أكرم توفيق عمر كمال أحمد حجازي الونش أيمن أشرف وأحمد فتوح ومحمد عبد المنعم ناشئ الأهلي ومحمود علاء وسط الملعب كان عمر السلية حمدي فتحي إمام عشور عبدالله السعيد ومحمد النني وأحمد السيد زيزو ومهند لاشين وفي الهجوم عمر مرموش ومحمد شريف ومصطفى محمد ومحمد صلاح محمود حسن تريزي جيه رمضان صبحي وتم إضافة وده الغريب جدا لأن دول ما كانوش موجودين أصلا في القيمة مروان حمدي إبراهيم عادل ومحمد حمدي الظاهير الأيصر ليه ما كانوش موجودين وليه تواجدوا كواليس كتير جدا عن القيمة هنكلمكم فيها شاف اختيارات كروش إزاي وشاف اللي بيحصل واللعبة اللي خرجت تقييمك إيه لاختيارات كروش خلينا أولا اتطفق على فكرة أن من حق المدير الفني اختيار أي قيمة يلعب بها يعني هو في النهاية هو المسؤول زي ما هو من حقه اختيار طريقة اللعب اللي تناسب أفقاره نتطفق بقى مع ده أو نختلف معه في النهاية ده حق للمدير الفني لكن من حقنا احنا كمان أننا نبدأ نختلف أنا بالنسبة لي ما بحبش فكرة المدير الفني اللي ممكن يكون ثبات على طريقة أربعة تلاتة تلاتة ومحاولة توفيق الأوضاع عليها ولكن في النهاية هو المسؤول النقطة الثانية بالتأكيد كان الحديث عن فكرة استبعاد محمد مجدي أفشا يعني مش بس بيصير التساؤلات ده بيصير الدهشة لأن محمد مجدي أفشا مساهم في أكبر عد أهداف في ولاية الكابتن حسام البدري وأيضا مساهم في أكبر عد أهداف في ولاية كروش صنع هدفين وسجل هدفين يعني أربع أهداف بالتساومة محمد شريف وهم الأعلى ولكن خلص في قناعات لدى المدير الفني إن أفشا ما يكونش موجود إحنا مع قناعات المدير الفني هو المسؤول الأول ولكن المعطيات اللي هو قدمها دي لازم هيتم محاسبته عليها في نهاية بطولة أفريقيا وكلنا أمل إن إن شاء الله منتخب مصر حتى لو كانت المعطيات بتقول إن أنت ممكن ما تصلش بعيد لأ كلنا أمل ودعم لمنتخب مصر إن شاء الله نصل للنهائي ونحقق البطولة ده بس عشان يا فارس بعض الناس ممكن يفكر إن أي انتقاد بيتم توجيهه لاختيار فني إن هو موقف ضد منتخب مصر أو شيء أنا عندي مشكلة بقى مع الموضوع ده ومشكلة كبيرة جدا النغم الجديدة دلوقتي وهي فكرة إن أنت تنتقل فنين أو تتكلم فنين على المنتخب أو تتكلم في توقعات فيبدأ الموضوع يروح في اتجاه مزايدات على الوطنية أولا إحنا كلنا قلنا هنا من بداية حتى الأزمات اللي مرت إن مصلحة منتخب مصر شيء مهم جدا وقلنا وشرحنا وتكلمنا في تاريخ النادي الآلي في مساهماته مع المنتخبات الوطنية وتأسيس أيضا اللي اتحاد المصر الكرة القدم فأي حد بيتكلمنا في الموضوع ده عبس تقييم الكرة زي ما بيحصل في العالم كله كرة يبقى بتتكلم في كرة فنيات بتتكلم في فنيات ما لهاش علاقة أبدا بإن أنت عايز ده يحصل إنما أنت متخوف ده يحصل بمعنى أنا شخصيا شايف إن خروج أفشة مفيد لي نفسيا لأن أفشة أكيد أي لعب يتمنى يتواجد في كاس الأولى الأفريقية ولكن أفشة مع كيروش ومع أفكار كيروش ومع قناعات كيروش بي لأ كان حيخسر فنيا أكثر ومكانش هياخد فرصه وكان الرانكينج بتاعه لأ حيرجع مقارنة بلاعبين أنا مقتنع تماما إنه هو بيتفوق عليهم وأفضل منهم في مركزه ولكن على مستوى كيروش بقى واختياراته نفسها أنا عندي مشكلة مع عشوائية كيروش أنا ما بستريحش غير لما هنا يقتنع أنت جيت كاس العرب كان لك تجارب لعبة اتميزت كان ده هدفك من البطولة وقلنا إن مش هدفنا نحاق البطولة بقدر ما نخرج باللاعبين أنا في رأيي إن انت خرقت بصفر من تجربة كاس العرب لأنه أنت ما شفتش لعب قدر يصنع معاك الفرق هناك أنت حاولت تستفيد بيه بعد كده حتى مروان حمدي اللي أنت لمصلحة محمد شريف كنت بتقعد محمد شريف أو بتلعبه جناح جيت في الاختيارات الأخيرة كنت مخرجه بره خالص ومرجع محمد شريف فإذا المنطق بالنسبة لي مش قادر اقتنع ثم نجيب مروان حمدي من البيت نتيجة أن أولا أنت عدم فهم الظرف إحنا ليه عندنا العدد ده من اللاعبين لأن نتيجة إصابات كورونا اللي ممكن تحصل خصوصا أن أنت رايح الكاميرو الوارد تتعرض لإصابات كورونا لقدر الله الاختيارات بقى والتوظيف والرؤية أنا عندي تحفظ عليها خصوصا أن أنا عندي ثقة أن دايما منتخب مصر اللي بيميزه في البطلات يعني مش هروح لبعيد قوي هنتكلم في البطلات اللي انت شفتوها سواء 98 أو 26 أو 18 كان شخصية الفريق كورة جماعية مش لعب فردي تقارب الخطوط الميزة اللي انت طول الوقت ليدنج على الفريق اللي انت بتلعبها أنا مع كيروش بالشكل ده وبالأفكار دي مش حاسس أن أنا هشوف ده وعشان كده أنا واقع جدا بقول إن حظوظنا بشكل كبير إن احنا نتصدر المجموعة ما نكونش في المركز التاني ونروح لمواجهات صعبة مبكرا زي كودفور أو الجزائر بص خليني أتبنى وجهة النظر الطرف الآخر اللي هو بيكون داعم لفكرة البطولة العربية ومدى نجاح التجربة من عدمها البعض بيتحدث عن فكرة إن نجاح التجربة ويمكن أنا مقتنع بالفكرة دي إن كيروش نفسه هو اللي هيثبت إذا كانت تجربة البطولة العربية دي نجاح تولأ بعيدا عن فكرة الاختيارات هو بالفعل فكرة إن اللاعب زي أحمد رفعت يتقلق معاك فيتم استبعاده فده أكيد بيترح تساؤل فكرة إن اللاعب زي مروان حمدي تلعبه الست مباريات ويكون من وجهة نظر الفنيين إنه مش مقدم المستوى المرجو منه اللي بناء عليه أنت استبعته من الـ 24 اللي هما المفترض الـ 24 اللي هما الـ 25 لأنه كانت اخترت اللاعب برقم 25 عشان السلية مصاب فيبقى اللاعب برقم 25 بيشارك في التدريبات برضو ده بيصير تساؤل لكن جانب آخر بيقول ما يمكن هو كان بيحط التجربة لنهايتها بيحط مروان حمدي لنهاية التجربة في بعض اللاعبين كان واسق إنه هو هيدمهم فبالتالي ما كانش خضعين للتجربة في بعض اللاعبين جربهم وشفهم بقرب في التدريبات وبالتالي كان تقييمه للعب ده إنه هو ما يقدرش يقود أو يمثل منتخب مصري في الفترة الحالية كلها تساؤلات ولكن في النهاية في طريقة لعبة لعبة أربعة ثلاثة ثلاثة أنا هنا منتظر إيه؟ منتظر أول مباراة وللأسف أول مباراة هي نيجيريا وأنا مقصودش للأسف إنها لعب الأقوى في المجموعة فقط لا للأسف كمان ودي الاتحاد القرى المصري هو أنا فين من فكرة التخطيط لبطولة هتتلاعب بعد ثلاثة أسابيع فين من الفكرة دي؟ يعني منتخب زي منتخب الجزائر لما يلعب مباراتين وديتين منهم مباراة مع غانا يوم 5 يناير أنا كمنتخب مصر فين المباراة الودية اللي كان المفترض إن أنا ألعابها في التوقيت ده خاصة وكان الحج عامل حسين ولجنة الدوري قالت يوم 27 هو نهاية أي مبارات للدوري ولو البطولة أقيمت في موعدها 9 يناير هيتم تأجيل المبارات اللي هي بعد 27 اللي الناس طبعا اختزلتها في مباراة الأهلي وبرامدز يوم 30 ديسمبر لكن انت كان عندك معلومة من لجنة الدوري كالتحاد قرى إن يوم 27 هو آخر يوم في مباراة الدوري فين من يوم 27 ليوم 9 يناير أي مباراة ودية لمنتخب مصر مثل ما فعل معظم المنتخبات الموجودة حاليا في أم أفريقيا فبالتالي انت أصبح حاليا الرهان على تجربة كيروش وسلبيات اللي اكتشفها كيروش ومعالجتها ومدى إيجابيتها هتكون أمام حق حقيقي وهو منتخب نيجيريا في بداية بطولة أمم أفريقيا وده الأقوى ليك في المجموع حتى وهو بيمر بظروف منها استبعاد بعض نجومه وبعض نجومه اللي رفضت تيجي زي دينس في لعب ورد فرد ولكن في النهاية هي دي المباراة اللي احتكاك الحقيقي اللي على أساسها هنشوف مشوار منتخب مصر هيصل لفين لأن بالتأكيد أملنا في أننا نتخطى بعيدا هو صدارة المجموعة مباراة نيجيريا هي المباراة الفيصل يا فارس من وجهة نظري ووجهة نظر البعض لفكرة نجح تجربة البطولة العربية من عدمها هل استفاد كيروش من البطولة العربية هل كيروش كان عنده أفكار ما كانتش واضحة قدام الشاشة هل كيروش بيعتمد على فكرة تقييم في التدريبات يعني أسئلة كتير ممكن أكون مش مقتنعة بيها لا بالعكس أنا سعيد في حاجة أن احنا هنا وقعيين لما انت اتكلمت في فكرة التصدر ده كمان اللي أنا شايفه لأن انت حظوظك لا ان انت ما تروحش المواجهات اقصائية قوية من بدري احنا مش هنجمل الواقع لا انت عندك مشاكل بنشوف السودان انت حظك انك في مجموعة كمان معاك منافسين عندهم مشاكل السودان عندها بتلعب برضو تلات وديات السودان ماشي منها في لود الفرنسي نتيجة اللي حصل في كأس العرب وجاء برهان تي المدرب الوطني السوداني اللي أكيد عمل حاجة غريبة جدا 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 في كل الوسط السودان فيه 13 لعب من المساهمين في الوصول لكاس الأمم راح مستبعده هو خاد الفكرة ان لا ما كانش فيه مشكلة في المدير الفني هو قال ان بعض اللاعبين تشبعوا نفسيا بعد الوصول لكاس الأمم فدول مش معايا ورحوا ياخد مجموعة من اللاعبين الشباب ودي مغامرة كبيرة جدا ممكن تنعكس على المنتخب المصري بالإجاب وممكن بالسلب لان انت برضو عندك لعبين خلاص مش رايحين بدوافع البطولة او ان اكيد السودان برضو اه تخطي المجموعة ولكن عندهم حماسة كمان زي ما كنا بنتكلم على ناجيريا برضو روجر المدرب الألماني اللي معهم من 2016 بيمشي وبييجي اوجستن مدرب مؤقت مدرب مؤقت في وضع فيه مشاكل زي ما قلنا ايمانويل دينيس لعب واتفورد اللي مساهم في 56% من أهداف واتفورد ومن أهم العناصر اللي كنت تعمل لها حسابه منتخب ناجيريا واتفورد وصل مع الاتحاد الناجيري ان اللاعب مؤثر جدا في بقاء واتفورد اللي في المركز السبعتاشر تقريبا في البريمير ليك واللاعب نفسه اختار النادي واللاعب اختار النادي وخرج التصرحات من منتخب ناجيريا انه برضو مش تصرحات سلبية يعني كأن الموضوع حصل بالتفاهم ولكن في النهاية انت عندك حصوص بتخدمك في المجموعة انت تساعد نفسك ازاي انك تتصدر المجموعة غير كده انت كمان رايح بمجموعة عدم تصدرها في ظل الظروف دي هيبقى عندك مشكلة كبيرة جدا جدا انا شخصيا متخوف انا عندي مشكلة برضو مع ناجيريا او بتواجهها مشكلة يا فكرة تعيين بسيرو تعيين بسيرو وهيكون حاضر للامم دي بيشوف او يتابع المنتخب عشان يقود ناجيريا في مباراة التصفيات المباراتين الذهاب والعودة لكأس العالم انا بالنسبالي مش متفاهم بشكل كبير هو الاتحاد النيجيري عمل كده ازاي لان انا بالتأكيد لو انا مدير فني حتى لو مؤكد وشايف مدير فني قاعد مستنين يبرع الخط بالتأكيد تأثيري اصلا واقناعي للعابين في الملعب هيكون اصلا تأثيره سلبي بشكل كبير او مش بالدرجة الكافية غير ان انا كمان مش عارف ايه طموحاتي مع المنتخب جاية ادي بطولة مشارفة فقط لغير بالتأكيد عامل نفسية ممكن تكون مؤثرة على مدير فني المنتخب ناجيريا بالتعاقب مع بسيرو وبالتالي واضح جدا ان الاتحاد النيجيري حتى مفكر في تصفيات كأس العالم مش بيفكر في قمم افريقيا فلازم ده ان شاء الله نقدر نستغله ونتصدر المجموعة صدرت المجموعة هينقلنا مكان تاني وهيدينا مشوار افضل ومنتخب مصر على مدار تاريخه في البطولات المجمعة بيعلى زي منتخب ايطاليا كده بيعلى في البطولة من مباراة لمباراة وبيصل للطب في اخر مبارياته فبالتالي من المهم جدا انك تبدأ بفوز على نيجيريا يساهل عليك باقي مشوار البطولة وتعود لك اللعبين ان شاء الله ربنا يحفظ اللعبين من فكرة الاصابة فيروس كورونا وده اللي احنا برضو كنا مندهشين من كيروش كاب فردي بيعلن عن سبع اصابات الجزائر بتعلن عن ثلاث اصابات تونس بتستبعد فرجاني ساسي وكشريدة عشان اصابات فيروس كورونا المغرب بدر بنون اصاب فيروس كورونا عندنا كذا منتخب عنده مشكلة مع الكاميرو النفسها اربع لعبين فيروس كورونا فازاي ما تكونش عامل حسابك ان انت من الاول تختار التمانية وعشرين لعب حتى لو كان فكرة كيروش اللي بيعتمد عليها دايما في اي معسكر منتخب اربعة وعشرين لعب بيكون اتنين وعشرين على ارض الملعب واثنين حراس مرمى بيختار اربعة حراس اتنين حراس مرمى بره الملعب بالتالي طب لو تعرض لعب لقدر الله لفيروس كورونا اللي استعداد النفس ازاي المشكلة دي كمان بننقلها للكافة لان حتى هذه اللحظة قواعد البطولة ما تحطتش هل احنا هنسجل قبل برات نيجاريا تلاتة وعشرين لعب هيكملوا البطولة والخمسة دول يضافوا حسب حالات الاصابة ولا هتبقى الامور بشكل فيه مفتوح زي قبل كده الموسم الماضي في دور الابطال وبعض البطولات ان التمانية وعشرين يكون معدين ومتحين تماما لاي مباراة وبتسجل العشرين فقط لغير قبل كل مباراة انا هتمنى الاقتراح التاني وفي الحالة دي هينقلنا لفكرة التلات لعبين اللي هم تم اضافتهم التعامل النفسي معهم ازاي هاي لا هيكون التعامل نفسي استعد انت ممكن تلعب نيجاريا ولا انت برا لقدر ووجودك داخل المنتخب في حالة اصابة لقدر الله اتمنى ان كروش يعالج المسألة دي انا كان عندي سؤال كده لما كان مختار اللعبين التلاتة لسه مضموهمش فهتقال نفس اللي احنا كنا بنتكلم فيه فكرة انه بيحب عدد معين في التدريبات ما بقاش اكبر والحمد لله ما عندناش اصابات كورونا في المنتخب ما هو ان شاء الله نفضل على الوضع ده بس انت رايح الاجراءات الاحترازية مش افضل حاجة ممكن تكون فطبيعي ان انت عندك فرصة عشان كده فانا مش متفهم السيناريو الاستباق بتاعه اصيحنا ما عندناش اصابات دلوقتي يعني حتى تفكير غريب جدا ونسق تفكير غريب فنتمنى نستغل ده واحنا هنا بقى النهاردة عاملن لكم يعني هنفهمكم ليه لكلها مين ممكن يقابل مين ومنتخب مصر حيروح لمين اول مرة حتشوفه كل الخطوات وكل فرص منتخب مصر بس كان عندنا من الاهلي ست لاعبين محمد الشناوي اكرم توفيق ايمن اشرف حمدي فتحي وعمر السلية ومحمد شريف دول اللاعبين اللي توجدوا من النادي الاهلي في القائمة وعندنا سبع لاعبين محترفين يعني هو واضح انه هو مركز بشكل جدير جدا مع المحترفين وده شيء ايجابي احمد حجازي محمد النني تريزي جي وظهور مع منتخب مصر نتمنى يكون جاهز ان شاء الله محمد صلاح مصطفى محمد وعمر مرموش سبع لاعبين محترفين بالتأكيد بالتأكيد هيكون عناصر المنتخب او الحداشر اللي في ارض الملعب هيكون على الال موجود ارق خمس او ست لاعبين ممكن يتواجدوا اكيد عمر مرموش محمد صلاح مصطفى محمد بشكل كبير مع حجازي وانني في غياب عمر السلية لو ما قدرش يلحق اول مباراة قدر يلحق اول مباراة هيكون في مفضلة فكرة مركز تمانية ودي برضو نقطة نتكلم فيها في اربعة تلاتة تلاتة اللي هي المفترض وانت بتلعب مع منتخب الانداء القمة المتنافسة اهل زمالك بيرامد حاليا هم اللي متوجدين في التنافس فتلاقي مفيش غير عمر السلية اللي مركز تمانية وامام عشور اللي بيتم توظيفه مركز تمانية وانت في اربعة تلاتة تلاتة عايز اتنين مركز تمانية هل هيكون تريس جي جاهز ويتم الدفع به هل في حالة سلامة عمر السلية هيتم الدفع بعمر السلية وانني وخلفهم حمدي فتحي اعتقد بنسبة كبيرة عبدالله السعيد وجوده ما اعتقدش انه يكون بشكل أساسي لان لو تواجد بشكل أساسي يبقى الامر مش مش مفهوم بالنسبة رأي مختلف دايما عبدالله السعيد هيكون واحد من الاثنين اللي جنب مركز ستة اللي بيلعب خلال البطولة فنيا على أقل هيبدأ كده هو اعتقاده او تفكيره انه هو هيكون واحد من السنائي اللي هيكون زي مثلا فيه لعب ستة سابت وفيه اتنين فري ايتس كان لو السلية جاهز هيبقى السلية وعبدالله السعيد اتمنى تكون وجهة نظرك من السليم اقولك توقعي بالنسبة الكروش مش الافضل اللي انا عايزه انا لأ أمين لكل اتمنى يكون توقعك حتى غير سليم لان انا بشوف عبدالله السعيد مش في المستوى اللي يؤهله انه يكون اساسي في تشكيلة منتخب مصر حاليا وهذه وجهة نظر الاركام واخر سبع مباريات مع منتخب مصر واعتقد واضحة جدا ومستوى بدنيا حتى ما يؤهلهش انه يكمل تسعين دقيقة فبالتالي انا معرفش هل كروش فعلا ممكن يعتمد عليه زي ما فرس بيتوقع اساسي هيبقى الامر صعب بالنسبة لي فاقد البطولة دايما الماركتنج والقيمة السوقية بقت حاجة بتشغل اي حد بيتابع كرة القدم وبقى سعر اللاعب شيء مهم جدا وبقت قيمة اللاعب التسوقية شيء مهم جدا عشان كده الكان المراضي طبعا فيه ملاحظتين اولا فيه عندنا سبع منتخبات عربية الاول مرة في تاريخ كأس الامر الافريقية مصر تونس الجزائر المغرب والسودان وجزر القمر وموريتانيا عندنا بقى اللاعبين اللي قمتهم التسوقية اعلى خمس لاعبين من حيث القيمة التسوقية ايوا محمد صلاح هو رقم واحد كما توقعتم محمد صلاح من منتخب مصر في المرتبة الاولى بمئة مليون يورو وراء سادو ماني في المرتبة التانية بتمانين مليون يورو اشرف حكيمي اللاعب المغربي في المرتبة التالتة بسبعين مليون يورو ثم عندنا انديدي لاعب ليستر سيتي في المرتبة الرابعة بستين مليون يورو وفرانك كيسي في المرتبة الخمسة بـ 48 مليون يورو من كوتفوار طبعا دول اللاعبين الأكثر قيمة سوقية خلال البطولة وأعتقد حيكونوا فرقين جدا مع كل المنتخبات اللي هشاركوا معي من المعطيات دي موجود مصر موجودة بمحمد صلاح سنغال موجودة بساديو ماني وبالتالي في كوتفوار وفي المغرب فبالتالي أنت المفترض تكون بالمعطيات دي مع اللاعبين المحترفين حظوظك تكون بشكل كبير جدا في تحقيق البطولة مهم التاريخ طبعا ما بيلعبش ولكن مصر المفترض عندها لعبين حاليا محترفين يقدروا يقضون للمباراة النهية والفوز بالبطولة إن شاء الله نشوف مباراة منتخب مصر عشان نقول لكم بعد كده فكرة التوقعات المصار اللي يمشي فيه منتخب مصر في حالة صدارة المجموعة إن شاء الله أو يعني لقدر الله المركز الثاني أو المركز الثالث في أفضل أربع توالد لكن تعالوا نشوف أولا مواعيد مباراة منتخب مصر في البطولة مصر ونيجيريا المواجهة الأولى 11 يناير 2022 السادسة مساء مصر وغينيا بساو وكابتن غينيا بساو بيتحدى مصر ونيجيريا وبيقولها هيكون لنا دور في الصعود والمباراة تكون 15 يناير 2022 التسعة مساء مصر والسودان آخر مباراة هتكون 19 يناير أيضا تسعة مساء وبالتأكيد عندنا احتمالات بقى مواجهة منتخب مصر في حالة الصدارة أو في حالة تحقيق المركز الثاني ده في حالة إن مصر تكون أول مجموعة مصر تكون أول مجموعة فده معناه إنها هتلعب ثالث من أفضل أربع توالد وعندنا ثلاث مجموعات محددين لمواجهة مجموعة دي اللي هي مجموعة مصر المجموعة بيه السنغال زنبابوي غينيا ملاوي التالت من المجموعة دي ممكن يكون هو مواجه منتخب مصر في حالة الصوت طب الاحتمال التاني الاحتمال التاني هي المجموعة الجزائر كوتفار غينيا الاستوائية سريليون التالت في المجموعة دي ممكن يكون غينيا الاستوائية أو سريليون في حالة صدرتك ممكن يكون هو من المحتملين أن أنت تواجههم المجموعة ف مجموعة تونس مالي موريتانيا وجنبيا ممكن يكون موريتانيا أو جنبيا لأن من وجهة نظر تونس ومالي هياخدوا مركز أول وثاني وفي المجموعة الجزائر وخطفوار أول وثاني والمجموعة بيه ممكن السنغال ممكن غنية ممكن زنبابوي لسه الأمور مش واضحة لكن في النهاية صدرتك للمجموعة تحطك أمام تلات احتمالات التلات احتمالات هم الأفضل أربع توالد في التلات مجموعات دول بالتأكيد يا فارس ده هيكون أنسب طريق لمنتخب مصر في البطولة ده السيناريو الأجمل والأنسب والأروع وكل حاجة تتخيلوه نحن نتصدر ونقابل من أفضل التالت في المجموعات التلاتة اللي عرضناهم ولكن بقى ماذا لو مصر لقدر الله طلع التاني المجموعة ده السيناريو المرعب وده السيناريو اللي ما نتمناش المواجهات الإقصائية الصعبة تكون مبكرا يعني حنقابل ساعتها الأول من المجموعة الآتية المجموعة إيه اللي فيها مين بقى فيها الجزائر وكود ديفور وغنية الاستوائية وسيرة ليون هنا أنت بتتكلم في أن أنت حتقابل الأول سواء بنسبة كبيرة حيكون الجزائر في رأيي أو حيكون كود ديفور لو الجزائر ما تصدرتش فأنا بأعتقد أنك لو طلعت التاني أنت على مواجهة مبكرة جدا في دور الستاشر مع الجزائر لأن البطولة دي يا جماعة بتبدأ بدور الاربع وعشرين ست مجموعات في اربع فرق باربع وعشرين بيطلع اتنين من كل مجموعة اتناشر وأفضل أربع توالك في الست مجموعات متأكد يا فارس كمان أن أنت المصار ده ممكن يخليك تروح لسكة أيضا المغرب في الدور بعد الستاشر دور التامنية وعندنا احتمال بقى يعني نتمنى ألا نذهب إليه هو احتمال فكرة أن أنت تالت المجموعة هنا هتقابل أول من مجموعتين هيبع عندك احتمالين أول من مجموعتين المجموعة A والمجموعة B المجموعة A هتبقى الكاميرون المنظمة بوركينا فاسو أسيوبيا كابفيردي المجموعة B السنغال زينبابوي غينيا ملاوي يعني هتكون إما الكاميرون أو إما السنغال وأعتقد إحنا لا نحب مواجهة الكاميرون أو السنغال أو كوتيبور أو الجزائر في بداية دور ما بعد المجموعة الدور الستاشر نتمنى إن شاء الله نستغل موقف المجموعة نقدر بإذن الله نحاق فوز على منتخب نيجيريا ونستغل سلبيات منتخب السودان ونقدر نتصدر المجموعة وأنا أواصل في حال تصدرنا المجموعة بإذن الله إن شاء الله منتخب مصر سيذهب بعيدا رغم كل التخوفات ولكن دائما وأبدا منتخب مصر بيذهب لبعض البطولات بتخوفات شديدة جدا وبيحق البطولة نتمنى تكرار سيناريو 1998 لما كان منتخب مصر محطوط ضمن المركز التلاتاشر في الاحتمالات للفوز بالبطولة من أصل 16 منتخب وقدرنا نرجع بالكاس لأن كان عندهم الجنرال محمود الجوهر رحمة الله عليه لما كانوا ياخد شنطة كاس أفريقيا وهو مسافر نشوفكم بعد الفاصل وإن شاء الله بطولة أم أفريقيا من نصيب منتخب مصر وارجعنا لكم في الأهلي خط أحمر ومع أولى حلقات الأهلي خط أحمر في عشرين اتنين وعشرين وعايزين نروح لأخبار الأهلي وأول خبر معنا دائما كابتن محمود الخطيب اللي حريص على جمهور النادي الأهلي وكل ما يحدث في النادي الأهلي سواء كان في إنشاءات مؤخرا في زايد أول خبر ده وهو اجتماع كابتن محمود الخطيب مع شركة الأهلي الخدمات الرياضية كابتن محمود الخطيب عقد اجتماع النهاردة مع شركة الأهلي الخدمات الرياضية كان موجود المهندس خادد مرتاجي أمين الصندوق والسيد يحيى راشد رئيس مجلس إدارة الشركة نسمة طحون المدير التنفيذي وكابتن محمود الخطيب اتناقش في أكتر من حاجة الأهداف بتاعة الشركة خلال العام الجاري الملف المالي والاستثماري للشركة برامج عملها بس كمان في نقطة مهمة جدا وهو أن كابتن محمود الخطيب اتكلم مع الشركة إمكانية توفير رحلات جماهيرية لمؤذرة فريق النادي الأهلي في كاس العالم للأندية بالإمارات وده خبر سعيد جدا للجمهور نتمنى إن شاء الله قليته تتواجد سريعا جدا ونشوف كتير جدا من جمهور النادي الأهلي في كاس العالم للأندية والإمارات وإن كنت أنا عايز أقول أن جمهور الأهلي في الخليج شوفنا في قطر ونواصق أن في الإمارات جمهور النادي الأهلي ما بيهزرش وما بيقصرش وشوفنا قبل كده درب الأهلي والزمالك في الإمارات كان النادي الأهلي بيكسر ملعب باللون الأحمر بالتأكيد يا فارس جماهير النادي الأهلي في الإمارات ولكن الرحلات دي بيكون لها معنى مختلف وإن شاء الله يكون الإجراءات الاحترازية في دولة الإمارات تسمح بالرحلات دي ويكون فيه جماهير من مصر خلف النادي الأهلي ودائما يكونوا خلف نصر النادي الأهلي في كل مكان لأنهم دايماً زي ما قلنا في بداية الحلقة هم رقم واحد وإن شاء الله يكون للشركة دي نتاج في المباريات الخارجية على أن تنفس بقى الجماهير بشكل أوسع في المباريات الداخلية وداخل مصر إن شاء الله عندنا أيضاً من الأخبار النادي الأهلي يعود للتدريبات بس على مجموعتين مجموعة ترجع يوم 4 يناير ودي المجموعة اللي ما كانتش بتشارك بكسافة خلال الفترة الماضية وطبعاً هيتولى القيادة الكابتن سامي أمصاني المدرب العام لحين عودت بيتس مسماني من الأجازة والمجموعة التانية هترجع يوم 8 يناير دي هتكون المجموعة اللي تم مشاركتها بشكل كبير جداً في الفترة الأخيرة فرحتهم لمدة أربع أيام ولكن عندنا طبعاً أحد أهم الأخبار هو خبر تجديد علي معلول علي معلول لاعب بالنسبة لي استثنائي يعني أنا بشوف أن علي معلول هو أفضل زغير أيصر في تاريخ النادي الأهلي على الأقل دي قناعة الشخصية رقمياً وعلي معلول هو نقطة في المعادلة الصعبة علي معلول مع الأهلي العشرين أربعة وعشرين أين هؤلاء الذين راهنوا أن علي معلول مش هيكون موجود في النادي الأهلي علي معلول بيدي درس كبير جداً لفكرة اختيار النادي الأهلي وفكرة الانتماء بجد جددنا العلي معلول من غير أي مساعدة جددنا العلي معلول بمجهوداتنا الزاتية وجددنا العلي معلول اللي اختار النادي الأهلي في الماضي وده جزء مهم جداً علي معلول البعض كان بيتكلم أنه هو موجود في أندر لغت البلجيكي وقت توقيعه للنادي الأهلي شفنا علي معلول بيفضل النادي الأهلي على احتراف أوروبي وحق مع النادي الأهلي أكتر من اللي كان ممكن يحاوف اللي احترافه في الأوروبي هل ممكن كنت تراهن لعب عمل ده وهو صغير في السن ممكن ييجي دلوقتي ويكون لاختيار تاني غير النادي الأهلي أكيد لا علي معلول أهلاوي علي معلول في النادي الأهلي لسنوات قادمة ولكن كمان حابب أقول أن علي معلول لاعب استثنائي لحظات مهمة جدا كانت موجودة لعلي معلول كأننا بنشوفه حاسم فيها أعتقد من أهم أسباب أننا لم نوفق في تحقيق اللقب في 2017 و2018 هو غياب علي معلول عن المباراة النهاية أمام الوداد وللأسف أيضا قدام الترجي شوفنا علي معلول في 2020 بيسجل هدفين في سانداونز بيصنع قصدي بيصنع في الوداد وبيصنع أمام الزمالك هو ده علي معلول الأرقامه دايما بتعبر قديه هو لاعب حاسم يا أسان بالتأكيد علي معلول كمان أنا عايز أتكلم من قبل ما ييجي النادي الآلي وكان ليه موقف محترم جدا مع نادي الصفاكسي التونسي برغم أن كان رغبته اللعب للنادي الآلي وارتداء تيشيرت النادي الآلي إلا أنه كان رافض يستخدم الشرط الجزائي مع نادي الصفاكسي وطلب أن يكون التفاوض مع نادي الصفاكسي ويكون نادي الصفاكسي عنده رضاء تام عن انتقال علي معلول للنادي الآلي موقف زي ده هو الموقف اللي يخليك تبقى بتراهن على علي معلول وانت متطمن علي معلول اللي طبعا بنشكر البيجر رسمية للنادل آلي على طريق التقديم التجديد اتبعتت لرسالة معنا لـ 2024 قال معاكم وإدى الموافقة وجميل كمان بالنسبة لي استخدام علي معلول أو وجود كريم علي معلول مع علي معلول في فيديو تجديد علي معلول عشان يقول ان انا كنت سعيد ان جماهير النادي الاهلي وثقت فيها وسعيد بحب جماهير النادي الاهلي اللي كمان حب ان انا اكون كادر في النادي الاهلي وده شرف كبير لي وكانت رسالة علي معلول مع كريم هي رسالة تواجده في العائلة الكبيرة هي عائلة النادي الاهلي علي معلول جميع جماهير النادي الاهلي بلا استثناء تقريبا كانوا مراهنين ان هو هيجدد وان هو هيكون باقي لنهاية عقده وكل جماهير النادي الاهلي من وجهة نظري بيتمنوا أن علي معلول يختم مسيرته داخل النادي الاهلي والنهاردة وإحنا بنتكلم عن علي معلول يوم 1 يناير بنتكلم أيضا عن عيد ملال علي معلول فلازم نقول له كل سنة وانت أهلاوي كل سنة وانت ساكن قلوب جماهير النادي الاهلي كل سنة وانت قدوة لكل لعبين محترفي شمال أفريقيا لما جاء بدر بنون كانت تموحاته برغم أنه كابتن لمنتخب الرجاء أن يصل مع جماهير النادي الاهلي لربع المكانة اللي وصل إليها علي معلول ما وصلش علي معلول من فراغ علي معلول الذي دائما كان يقصو على أبناء بلده بتشيرت النادي الاهلي اللي كان دايما في المواقف الصعبة اللي دايما لما كان بيغلط كان بيتحول للاعب بأربع رئات في مباراة الترجي في دور الثمانية في بطولة أفريقيا تسبب في هدف الشوت الأول علي معلول لم يتحدث مع أي حد جرفة الملابس فضل زل ساكت تماما في كل مكان في الملعب في الشوت التاني لو بصيت عليه كنت تلاقي علي معلول سجل هدف وصنع هدف وصعد النادي الاهلي للدور قبل النهائي كل سنة وانت طيب علي كل سنة وانت أهلاوي كل سنة وانت رمز كبير جدا لمحترف شمال أفريقيا ونجحتهم داخل قلع الحمراء رقميا يا أسامة علي معلول يا جماعة عامل أرقام يعني بعض اللاعبين في أندية أخرى سواء في مركز الهجومة وصناعة اللعب بمستحيل يعملوا الأرقام دي علي معلول في 177 مبرامة عن نادي الأهلي ساهم في 84 هدف ده رقم إعجازي سجل 33 هدف وصنع 51 هدف رقم كبير جدا بيتفوق بمعلول على أي حد شغل المركز ده في النادي الأهلي أنا أتمنى إن شاء الله نصل لـ 21 بطولة علي معلول لكن هي 12 بطولة لعلي معلول مش 21 عشان بس بنأكد أنا أتمنى إن شاء الله يصل لـ 21 وأتخطى ولكن 12 بطولة كان منهم 2 دوري الأبطال و2 سوبر ومعها كمان برنزية كأس عامل عن دي خارج البطولات وأربع بطولات درع الدوري و2 كأس مصر و2 سوبر مصري وتكلم علي معلول عن فكرة مدى غيابه عن نهائي الترجي ونهائي الوداد وإنه كان حريص إنه يكون متواجد وبيدعو إنه يكون متواجد فيه نهائي التسعة وبالنسبة له عصام الشوالي وتعليقه على مباراة التسعة جعل من رمية التماس لعلي معلول ذكرى كبيرة جدا لن تنسى بين علي معلول وجماهير النادي الأهلي حابب وأنا بتكلم عن علي معلول أذكر وجه التحية لكابتن ربيع سين كابتن سيد معوض كابتن جيل بيرتو ورحمة الله على كابتن محمد عبدالوهاب بالنسبة لي أفضل من شغله مركز الزهير الأيصر في وجودي اللي أنا شفتهم كلهم لهم التحية والتقدير البعض أحاول إنه يجتهد ولكن لم يكن على قدر النادي الأهلي فأكرر تاني كابتن ربيع سين كابتن محمد عبدالوهاب وكابتن جيل بيرتو وكابتن سيد معوض أكيد لعبين لهم أرقام مهمة جدا بطولات مهمة جدا في سنوات كبيرة جدا ولكن عشان كده أنا حتى لما اتكلمت وقلت معلول بالنسبة لي رقميا لأن حتى الاختلاف الفني ده لما كنت بتكلم عن معلول من يومين ناس كانت بتتكلم جيل بيرتو ويظل الاختلاف الفني ده نسبي ما فيهوش مطلق ولكن الاختلاف الرقمي ده بيكون بيدي كل حد حقه وأكيد كل اللاعبين اللي أخلصوا النادي الأهلي دايما هم في القلب النادي الأهلي كبير بجمهوره ولعبته وإدارته وكيانه بالكامل ولكن كمان لو رحنا للعبين الصغيرين لو شفنا اللعبين مستقبل النادي الأهلي بتاع بكرة مباراة النادي الأهلي والزمالك فريق 2007 بتقام على ملعب نادي الزمالك بمية عقبة والبعض راح كده على طريقة الحج سيد متولي كان بيجهز نفسه للاحتفال لأن المباراة على ملعب نادي الزمالك وإذا بفريق النادي الأهلي بيفوز بربعية نظيفة وبيحقق نتيجة مهمة جدا المهم فيها كمان أن دي شخصية لعب النادي الأهلي خارج الأرض بيلعب في ملعب المنافس وبيفوز بربعية ويبدو أن النادي الأهلي بقى متعلق بالأرقام السقيلة أمام نادي الزمالك ويبدو أن قطاع ناشئين النادي الأهلي بيحمل اسم نتمنى ياخد باله من نفسه ويكون الأمر من الصدفة الجناح مصطفى بهجت اللي سجل هاترك في هذه الربعية وطبعا زيدان ناجح اللي نزل مع أول ديئة نزل في ديئة 64 سجل هدف في ديئة 65 طبعا اللي حضروا المباراة قالوا أن مصطفى بهجت سجل أهداف على طريقة الكابتن خالد بيبو مدير قطاع الناشئين حاليا نفس هدف أحمد بلال في مباراة الستة واحد مصطفى بهجت سجل نفس الهدف كرة اتريحت له على الثمانتاشر لعبها في الزاوية البعيدة مسبت حارس المرمى كابتن خالد بيبو سبت وقتها عبد المنصف مصطفى بهجت هذا الشبل من زاكى الأسد في قطاع الناشئين مصطفى بهجت أيضا سجل هدف على طريقة كابتن خالد بيبو في مباراة الآلي وصاندونز 3 صفر نهائي 2001 انفراد من نص الملعب وبنفس الطريقة وبنفس الهدوء سجل هدف نتمنى له التوفيق ونتمنى أن يتمتع بشخصية النادي الآلي ولكن أنا حابب أتكلم عن كابتن أسامة زكي كابتن أسامة زكي المدير الفني لهذا الفريق كابتن أسامة زكي تربية قطاع الناشئين في النادي الآلي من وجهة نظري لازم ياخد حقه الرجل ده عشر سنين بيشتغل بشكل كبير جدا مساعد ولكن العام قبل الماضي كان مدير فني لقطاع الناشئين فريق 2006 وحصل مصطفى غريبة جدا النادي الآلي وقتها فاز بالبطولة بالقرعة وصل مع الانتاج الحربي لعدد نفس عدد نقاط نفس عدل أهداف المسجلة نفس عدل أهداف المستقبلة نتيجة المواجهات المباشرة 2-0 لأهلي 2-0 لإنتاج فكان الأمر لابد من قرعة طبقا لللاقعة وقدر النادي الآلي يعني يفوز بالقرعة تتويجا وتأديرا لمجهود الفريق والكابتن أسامة زكي اللي بيحقق حاليا الربعية في مية عوبة وبيتصدر جدول ترتيب المسابقة نتمنى طبعا أن النادي الآلي يفوز بهذه المسابقة ولكن لا بد أن نذكر أيضا أن نادي الزمالك في موليد 2006 في مباراة كانت بالأمس فاز على النادي الآلي بنتيجة 3-1 بس دي اعتبرناها فرق 2 مش فرق 4 أمر سيد معوض جاب جون جميل جدا 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 واضح أنه يطلع أفضل من كابتن سيد لا لعب موهوب كبير كابتن سيد أيضا لعب كبير ولكن هو لعب لمسته جميلة جدا الأفضل باكليفت في اللي أنا عصرته محطيت اسم كابتن سيد ما تقعناش مع كابتن سيد طبعا كابتن سيد فعلا زي ما بنقول هذا الشبل من زكا الأسد ولكن كمان عندنا بقى قرعة النادي الآلي لدور المجموعات ومرحلة المجموعات في الرحلة نحو البطولة الحداشر للنادي الآلي النادي الآلي حيواجه المريخ والهلال وساندونز دي مجموعته هنبدأ مواجهتنا بمباراة ضد المريخ على ملعبنا ثم هنلاعب الهلال مفترض أن المباراة خارج الأرض ثم الأهلي وساندونز دي تالت مباراة وأكيد بعد كده بتبدأ بالمباراة اللي أنت نهيت بها الفريق المباراة الثالثة بيكون هو الرابعة الأهلي وساندونز خارج الأرض بعدين الأهلي والمريخ خارج الأرض ثم الأهلي وساندونز مفترض أن هي مباراة تكون مسكة. لا المباراة الستة. الأهلي والهلال السوداني في القاهرة. وليس الأهلي وساندونز. مش هنلاقها في ساندونز ثلاث مرات في المجموعة. الأهلي والهلال السوداني هتكون في القاهرة. مهم جدا المجموعة كانت صعبة. وعايز أتكلم عن فكرة أن بعض الناس اتكلمت عن فكرة اختيار بيتس موسيماني. بيتس موسيماني اختر لنا مواجهات صعبة جدا. هو أفضل فريق في التصنيف الثاني دور على التصنيف الثاني مش هتلاقي أقوى من سندونز موجود معنا في المجموعة التصنيف الثالث الهلال وشباب بلسداد جاب لنا واحد منهم في المجموعة التصنيف الرابع أنا بقولك بمنتهى البساطة المريخ فقط لغير اللي لق جوالات أو صوالات في دور المجموعة حتى لو لم يسعد لكن التلات فرق البقين بيشاركوا في دور المجموعة تقريباً لأول مرة وأسماءهم غير معلومة للمجتمع القروي الأفريكي بشكل كبير فبالتالي من يتحدث عن فكرة المجموعة وأنها المجموعة سهلة لا هي المجموعة الأصعب وعلى البطل أن يخوض أي معركة وأي مجموعة لأن أنت في النهاية لازم تقابل أقوى المنافسين وده اللي حصل خلال البطلتين اللي فاتوا لكن كان مهم الناس وهاب تتكلم عن اعتراضها على فكرة اختيار بيت سمسماني كان الاختيار بعد اتمام القرعة برغم أن الكاف أعلن قبلها بيومين الساعة 3 مساء تحديداً أن فكرة اختيار بيت سمسماني لسحب القرعة اتكلموا عن فكرة أن ده تاريخياً لم يحدث عندنا محمد النني شارك في قرعة كأس العالم تصفيات كأس العالم 2018 وكان منتخب مصر موجود ومحمد النني لعب ضمن صفوف منتخب مصر فكرة بقى المؤامرة الكونية والأمور اللي هي فكرة ليه الاختيار وعندك حق تعترض بس كنت اعترض قبل فكرة أن بيت سمسماني يذهب لسحب القرعة وفي النهاية لو حابين تعييد القرعة ما عنديش مشكلة خالص نعيد القرعة احنا مع مجموعة صعبة ولكن البطل دائماً هيشوق طريقه مهما كان المنافسين في المجموعة ويمكن اللي سهل فكرة المجموعة أو السيناريو إلى حد ما هو فكرة أن انت طريقك في المباراة هتلعب أول مباراة على ملعبك ونتمنى أنها تؤجل وهنتكلم ليه نتمنى أنها تؤجل وهنلعب آخر مباراة على ملعبنا إن شاء الله مع الهلال وفرق السودان بيكون لديها شراسة وحماسة كبيرة جداً أمام الفرق المصرية أتوقع أن احنا هنحسن بطاقة التأهل في آخر جولة وأتمنى قبل ذلك في تنوقعي آخر جولة إن شاء الله أنا متفائل في المجموعة ومتفائل أن احنا إن شاء الله هنحسن الصعود ودايماً بقول الأهلي يهاب ولا يهاب إذا تكلمنا على أهلي داخل قرة إفريقيا فالمعطيات كلها بتقول أن كل شيء محسوم لصالح الأهلي تاريخ الأهلي مع فرق الأندية السودانية 16 مباراة 8 فوز 5 تعادل 3 هزيمة سجل 23 هدف واستقبل 13 هدف الأهلي ضد الهلال ممكن نستعرضها 8 مباريات الأهلي فاز 3 الهلال فاز 2 التعادل 3 مرات الأهلي سجل 7 هدف واستقبل 5 هدف يعني توازن جداً تاريخياً في المباراة دي عندنا الأهلي ضد المريخ الأهلي ضد المريخ 8 مباريات أيضاً 5 فوز هزيمة وحيدة واتنين تعادل سجل 16 هدف واستقبل 7 أهداف الأهلي وصندونز الأهلي وصندونز يعني إحنا رايحنا ناس كتير جداً في البطرات اللي فاتت من صندونز أعتقد هيعانوا في الأدوار الإقصائية أمام صندونز عشر مواجهات المباراة الوحيدة اللي فازها صندونز هي مباراة الخماسية للأسف ولكن الأهلي فاز 5 مرات اتعادل 4 مرات الأهلي سجل 15 هدف في العشر مباراة صندونز سجل عشر أهداف نصهم في مباراة واحدة وده طبعاً بيؤكد فكرة أن النادي الأهلي وقتها ما كانش في يومه على الإطلاق لكن إن شاء الله النادي الأهلي يعني يتصدر هذه المجموعة وبإذن الله يحق البطولة الحديقة عشر على التوالي وليه بقى؟ أنا كنت بقول يا فارس أن المباراة الأولى مباراة الأهلي والمريخ ممكن يتم تأجيلها وده بسبب مشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية ده جزء أو سؤال بيشغل جمهور النادي الأهلي وبيؤثر عليهم وأكيد دي المسابقة الأكبر اللي أنت نفسك تشوف النادي الأهلي بيحقق فيها مركز كمان يا فوق تالت العالم وده كان طموح كبير جداً عند بيتسو موسيماني وإن شاء الله يظل طموح قائم كان البطولة موعدة من 3 إلى 12 فبراير بتتعارض مع بطولة كأس العومة الأفريقية اللي من 9 يناير ل 6 فبراير وإلى الآن لا يوجد على المستوى الرسمي أي موقف أنا شخصياً شفت النادي الأهلي خلال بيانات مختلفة كان النادي الأهلي بيطالف فيها كلم الاتحادات المعنية سواء الاتحاد المصري الاتحاد الأفريقي أو الاتحاد الدولي نادي الأهلي عمل اللي علي بس كمان أنا عايز أتكلم في نقطة مهمة جداً لما بنشوف سامو الإيتو في المواجهة أو المعركة اللي خضها مع الاتحاد الدولي وأمفنتين وفيما يخص كأس الأمم الأفريقية كنا بنشوف بشكل كبير جداً إزاي سامو الإيتو ما كانش وحيداً القصة ما بتتعاملش كده كان وراء الاتحادات كان وراء الاتحاد الأفريقي كان وراء مسندين كتير جداً أنا مش عايز حد يطلع يتصعب عليها في تليفون ويقول أصل ليس كل ما يعرف يقال الموضوع مش مبهم ولا سري إحنا في موقف لحد الآن ما فيش أي جهة رسمية قالت حيتحل إزاي للنادي الأهلي نتمنى السؤال اللي بيشغل حوالي 100 مليون أهلاوي نفسهم يلاقوا إجابة على السؤال ماذا عن خوض النادي الأهلي مبارياته بلعبين 100 مليون أهلاوي في مصر 100 مليون أهلاوي في مصر ولا إيه في مصر حد يشتني نح بحة شوي نتمنى طبعاً أن بعض المسؤولين يعني يتحملوا مسؤولياتهم اللي بنشوفه حالياً هو إن النادي الأهلي بشكل فردي بحث بيحارب لوحده من أجل ممثل بطل أفريقيا في بطولة كأس العام الأنديع من وجهة نظري موقف الفيفا موقف مغزي بالنسبالي لأن المفترض دي بطولة أمم أفريقيا والمفترض يكون فيه احترام للبطل أفريقيا وهو النادي الأهلي وأتمنى موقف الاتحاد الأفريقي بنفس موقفه وقوته في تنظيم بطولة أمم أفريقيا يكون عنده قوة في حق النادي الأهلي أنه يلعب بكامل لعبيه اللي هم تسع أو عشر لعبين هيكونوا بين المنتخبات ستة في منتخب مصر منتخب المغرب منتخب تونس منتخب مالي تسع لعبين متوجدين في أمم أفريقيا الإرهاق الشديد اللي هيواجه النادي الأهلي أصعب بكتير من فكرة تأجيل المباراة لتلات أيام عايز أتكلم في النقطة دي فقط لغير ودي رسالة لجماهير النادي الأهلي بقرع الدوري أبطال أفريقيا شهر فبراير من الأشهر اللي هيكون صعب جدا على النادي الأهلي لو بدأنا كأس العالم في موعده يوم خمسة فأنت بتتكلم من يوم خمسة ليوم تمانية وعشرين هتلعب خمس مواجهات ما بفيش منهم أي مواجهة محلية على أقل تقدير إن شاء الله نلعب ست مواجهات لأن مباراة منتيري المباراة الأولى لقدر الله قصرت هتلعب مباراة يوم تسعة فتيجي تلعب مباراة المريخ يوم إتناشر في القاهرة نفس اللي حصل السنة اللي فاتت لكن إن شاء الله نكسب مباراة منتيري فبالتالي تلعب ثلاث مباراة وتلاث مباراة في دور المجموعات ست مواجهات في عشرين يوم أعتقد ده أمر فيه شبه انتحاري اللي لعبين مجهدين جايين من المنتخبات نتمنى دائما التوفيق للنادي الآلي وإن شاء الله النادي الآلي قادر على تخطي هذه الصعوبات ونشوفكم بعد الفصل أهلا بكم في برنامجكم الأهلي خط أحمر دلوقتي إحنا معانا فقرة فار روم فقرة المراضي مختلفة يمكن على قد ما هي أساعدتنا إن إحنا وصلنا إن قناعتنا وكل كلمة قلناها معاكم في التحكيم من بداية الموسم تلعت صح ولو عملنا كشف حساب زي اللي حصل من خلال كابتن أحمد شبير في وجود كابتن عصام عففتاح رئيس لجنة الحكام واثنين من المحللين إنه طول الوقت إحنا بنستشهد بهم قلنا حتى لو بنختلف هم مرجعيتنا لإن إحنا حطينا لنفسنا معيار واحد وكابتن أحمد الشناوي وكابتن سمير عثمان للأسف النتيجة على قد ما هي فرحتنا إن إحنا شغالين معاكم صح على قد ما هي زعلتنا إن أنا بالنسبالي بعد اللي قاله كابتن أصام عبد الفتاح يمكن دي كانت رصاصة الرحمة على التحكيم المصري بالنسبالي إن إن ما كانش فيه رغبة حقيقية إن يتم تدارك الأمور فيما تبقى من الموسم هنبدأ معاكم عندنا فكرة واضحة إن إحنا هنستعرض الحالات اللي تخص النادي الأهلي من بداية الموسم وفقا لللي هم تناولوه وبعد الحالات اللي سابوها ليه بنستعرضها لإن دي ما كانش عليها اختلاف وراء الحكام اللي الاتنين اللي موجودين كانوا عندهم نفس الرأي وبعد كده هنروح للزمالك وبعد كده هنطلع بنتيجة نهائية حابب تقول أي حاجة في بداية الفقر عسام بالتأكيد أنا حابة أقول الكابتن عصام عبد الفتاح يعني يا ريت تركز في تصرحاتك اللي حضرتك بتقولها قبل أسبوع وقبل أسبوعين وقبل ثلاث أسابيع لأن احنا هنكتشف هنا أن كل التصرحات ممكن تكون بترد على بعض وبيطلع لنا شخصين مختلفين تماما وبالتالي ده ما بينتقش غير لما بيكون فيه نقطة من نقطة الدفاع عن شيء خاطئ فبترجع بعد كده تلاقي نفسك بترد على الكلام اللي أنت كنت بتقوله هنستعرض الحالات وربنا يعني يبقى مع التحكيم المصري ويتصل حاله بخبير تحكيم أجنبي يا كابتن عصام استعدوا معانا لأن انتوا تحسبوا دوريات في العالم كتير لن تجدوا هذا القدر من الأخطاء التحكيمية في وجود الفار في أي دور في العالم إلا الدور المصري نبدأ بأول حالات النادي الأهلي اللي كانت مستحقة صالح ولم تحتسب نطلع الفيديو ونرجع نعق اللي أنا شايفه هنا بتبقى للتصوير ده إن فيه إيد لحارس مرمى مكان وضع الكاميرات يا كابتن سيف كان يخدمنا قوي في اللعبة دي هنا لم وعلى برة أنا شايف فيه إيد هاني سليمان خبطة رجل العيب النادي الأهلي بس ما عنديش اليقين والصورة الواضحة اللي تخليني أأكد بس فيه حاجة دي لو مش ركلت جزاء لازم تبقى سيميليشن لازم تبقى سيميليشن مشيش حاجة تانية كنت أتمنى حكم الفار يوقف اللعبة ويشوف القرى دي لأن قرى جدلية هقدر حرام أحكم أقول دي عليها ركلت جزاء وعدم وجود ركلت جزاء مع عدم بودود روحها إنما في الصورة دي فيها شك كبير ركلت جزاء محمود البنة صعب أن يشوف قرى زي دي كنت أتمنى حكم الفيديو يعني قرى حدراك أنا شايف فرق الجزاء لأن فيه التلامس ياد لا يمكن حكم المباراة يشوف دي لا يمكن لأن إحنا جايبنا من الكاميرا لتاعة كنت أتمنى بتاع الفارح هنجيله بقى في لعبة تانية برضو فيها برضو جدل كبير يعني شايف كان لازم محمود سوينادي محمود البنة يوريلي دي بنة ليه يمكن نشوف قرى زي دي حالة برضو اختبار داخل منطقة الجزاء لمحمود البنة محمود البنة نجح في الاختبار بنسبة مية في المية محمود البنة قريب أحسن من عين في اي عار أحسن من عين من أي حكم تاني فيديو هنا في احتكاك في لعبة بإهمال من لعب نادي سموحة الناس هيقولوا حتى لو لعب كرة إيه لعب الكرة بس عندما تلعب الكرة برضو أنت لازم تحافظ على سلامة اللاعب شكل بالشكل ده بالأسلوب الداخل عليه دي ركر الجزاء تدخل غير مبرر برضو من حكم الفيديو ندا وفارجع الصورة دول أول حالتين معانا تضرر منهم النادي الأهلي المفارقة بقى يا جماعة فعلا الشيطان يكمن في التفاصيل ليه الحالة الأولى الفار ما استدعاش الحكم في لعبة صعبة جدا كان مفترض يستدعي فيها عشان خاطر يقول له خد بالك ده فيه ركل الجزاء زي ما أقرر بقى كابتن سامير عصمان طب اللعبة للحكم حسب فيها ركلة الجزاء بص بقى المفارقة الفار هنا صاحي ومركز وبيستدعي الحكم عشان يخليه يلغي قرار صحيح المفارقة إمتى الفار بيتدخل الفار بيتدخل لما تكون اللعبة مش في مصلحة النادي الأهلي ودول معانا أول حالة النادي الأهلي تضرر منها ولازم نفهم الناس إن ليه الحالة دي ما جاتش فيه برنامج كابتن شوبير في وجود الكابتن أسامة فتاحه كابتن سامير عصمان والكابتن أحمد الشناوي لأن دي حالات متفقة عليها السلاسي اختار الحالات الجدلية فبالتالي لما نجيب حالة هم لم يستخدموها فتعرفوا إن الحالة دي عليها إجماع أو اتفاق زي الحالة اللي أنا استعرضها دلوقتي في مبارات الأهلي والمقاولون العرب وعدم احتساب برقل الجزاء صحيحة للنادي الأهلي اللي فاز فيها النادي الأهلي واحد سفر نشوف الفيديو مخرج المباراة مش عارف عادها ليه معداش ليه طبعا صعبة جدا على حكم المباراة إنه يشوفها هلاقي في شد من المدافع نادي المقاولين بإيد محمد شريف في شد حكم المباراة بعيدة عنه دي مش بتاعت حكم المباراة بس دي بتاعت حكم الفار حكم الفار كان لازم يجيب الكرة دي ويشوفها لأحمد الغندور ويقوله تعالى شوفها لا يمكن أي حكم في المباراة يعرف يشوف اللعبة دي محمد شريف جري عليه اعترض فيها بس دي مسئولية كاملة لحكم الفار إحنا زي ما طلعنا هنا المفروض في غرفة الفار يجيبها عشان فيه ضربة جزاء غير محتسبة للنادي الأهلي في ديئة 22 وأتمنى من المخرجين بعد كده يعيدوا الألعاب دي وحكام الفار لازم يبقى فيه أكبر أكتر تركيز وما فيش حاجة يا جماعة شدة في الجسم أو مسكة في الجسم حد يطلع يقول لنا ضعيفة أو مش ضعيفة ده خلاص ده مسكة في الجسم مش تشيرت أنا بيعجبني جدا في الكابتن سامير عثمان تتكلم دايما في الويت والبلاك فاللقطة دي كابتن سامير عثمان تتكلم عنها أنها راكل الجزاء وتتكلم عن حكم الفار وحكم الفار مش بس يعني منع النادي الأهلي من حق في الاحتساب راكل الجزاء لي ده كمان بالبلد كده سوح الكابتن سامير عثمان في المباراة دي لما حط نقاط غلط فكابتن سامير عثمان طلع حل الهدف المقاولين العرب اللي هو قرأ تسلل قال أن هي هدف ودي كانت خطأ للكابتن سامير عثمان ولكن رجع تدركه بعد ذلك لما قال لما تعاملت الخطوط بشكل مظبوط كان هدف المقاولين العرب فعلا تسلل وكان الإلغاء صحيح وكان سليم وبرغم أننا ممكن نختلف أو نتفق مع الكابتن سامير عثمان في بعض الحالات لكن بنصد جدا أنه بيكون فيه وضوح بشكل كبير في تقييمه لحالات المباريات النقطة التانية في حالات النادي الأهلي النادي الأهلي فاس مبارات سموحة فاس مبارات المقاولين لكن دي أخطاء تحكمية كبيرة جدا تؤثر على نتيجة المباراة فرس دي ثلاث حالات معنا ولكن زي ما بنقول ركزوا في التفاصيل زي ما قلنا حجم الفار ما بتدخلش زي اللعبات الأولى دايما التدخل لو ضد مصلحة النادي الأهلي عشان كمان تشوفوا اللعبة اللي جاية وهي مبارات النادي الأهلي ومبارات المقاولين وحمد فتحي الإنذار الشهير اللي تحول لطارد نطلع ونشوف تعقب هم بقى مبارح وهم بيختلفوا في اللعبة كان إيه؟ عشان تتأكدوا أن موقفنا القديم معاكم كان هو اللي صح اللي أنا شايفها دي هنا عدد المدافعين لحظة الكونتاكت كانوا خلاص هم اللي اتنين وصلوا تمام فبالتالي أنا كنت مع قرار حكم المباراة في الأول لحظة الالتحام ومتحدث الانذار FI أنه لايه فرصة اللي هي هجمة وعدة مش فرصة ماحكم نعم هنا عقل فيديونا دا وبعد قد قالوا لا دي دي هجم وعدة يعني طرد مش كارت أصر كابتن شناو أنا متفق مع قرار الحكم في الأول أنه أصفر والله أحمر أنا متفق على الأصفر في الأول على الأصفر في الأول 100% ريت كارت 100% بدون نقاش بدون ما تكلم عن أي شيء أنا بقولك 100% ما فيهاش خلاف بأمنا والله ما فيهاش خلاف كارتع في اللعبة دي اتفق كابتن أحمد الشناوي وكابتن سامير عثمان أن هي الحالة تستحق فقط انذار وده القرار اللي خده الحكم في الأول قبل مالفار يستدعي زي اسموحة مالفار استدعاه عشان يضيع عليها ركل الجزاء زي في المقولين لما مالفار تجاهل لعبة صحيحة للنادي الألفية ركل الجزاء هنا لحظه تدقل فار ولحظه 100% متاعد كابتن أصام عبد الفتاح اللي هو بيختلف فيها مع اتنين محكمين ومع رأي الحكم اللي كان أساسي بس الفار استدعاني فخلاص سلام الفار استدعاني هو سمعني أننا عايزين خبير تحكيم أجنبي فدنا 100% أجنبي 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 يا كابتن عصام نروح للفيديو اللي بعد كده والحالة اللي بعد كده لأن البعض بيقول في بعض الأوقات أن النادي الأهلي بيستفيد من أخطاء التحكيم فمش هنسيب حالة ممكن يكون عليها جدال أو شك أو البعض بيحاول يقول أن فيه استفادة لنادي الأهلي فيه مباراة الأهلي وفتشر إلا ونعقب عليها ونشوف الأراء فيه لقطة محمد الشناوي لأن بعض الألمين قالوا أن كان يستحق الطرد نشوف إجماع خبراء التحكيم أو اختلاف خبراء التحكيم قالوا إيه في اللقطة دي نشوف الفيديو الأهلي وفتشر لعبة الشناوي لعبة رائعة يا كابتن لعبة رائعة الحقيقة طيب ناخد رأيي أنا قلت رأيي الكرة دي إنذار لعتبرات الفرصة المحققة للأربعة دي أهم عنصر أهم عنصر لاتجاه العام كانش اتجاه عام ده رائع على الكورنر فأنا اتفق تماما مع قرار محمد الحنفي لا يبقى هو لا يبقى شريع على المهم فيه ناس بيقولوا لا بيستلي وبتعلق ده موضوع تاني عشان كده الفيفا انذار انذار طيب قرار الحنفي آه طبعا كابتن شناوي نفس القرار نعم أنا ما يدع حنفي ليه سبب نعم لأن النهاردة لو نفترض الشناوي ما جاش سايب يكون كده من الحتة دي هيلعب الكورة في الجول نسبة تيجي الجول كان في المئة عشرة في المئة يميزان البورسول محفظكم كابتن عصاك 100% متفق معهم وأنا كنت جاي بحالة نفس اللعبة مع الاختلاف آه إن اللاعب خد يرقص الحارس على داخل الملع نعم فكدت لو عندهم الصورة هتفعلا كانت هتكون كارتة أحمر لو لاعب فيوتشر يعني لو العكس كده الكورة العكس لأنه كان هيحتاج لمسة واحدة يجيب بهم لأنه الجوم خالي لكن هنا أتفق معهم 100% إنزار طبعا 100% نفس الكلام يعني موافع على كلام كنت التلاتة فيها الحقيقة لأنه بمنتهى الوضوح حتى أنا أتفرج قلت يا جماعة الكورة دي لا تستحق أكتر من إنزار كل من في الاستوديو اتفقوا على أنها تستحق إنزار فقط لغير إلا بعض الإعلاميين اللي كانوا شايفين أنها تستحق الترض أعتقد من الحالات الندرة اللي يتفق فيها الكابتن عصام عبد الفتاح مع خبراء التحكيم في رفع الضرر أو الأذى أو أخطاء التحكيم عن النادي الأهلي أعتقد مفيش جدال إنزار فقط لغير ولكن مورد في واتشر الغريب من الإعلام سابوا اللقطة دي أو خدوا اللقطة دي وسابوا اللقطة تانية سابوا اللقطة تانية مهمة جدا لازم نقف عندها وهي ركل الجزاء أكرم توفي إحنا هنا قلنا حطين منهج إحنا كده عندنا خمس حالات تضرر منها الأهلي وبلقطة الشنو يبقى صفر استفادة من حالات تحكمية ولكن في حالة إحنا مش حنحسبها السادة ولكن عايزين نقول فيها كلام مهم جدا للجنة الحكام نطلع ونشوف الحالة عندها تعقيب صغير لعبة أكرم توفي كابتن سمير الله يبص يا كابتن أنا في اللعبة دي من اللعبة الصعبة جدا لو في يعني زاوية خلف المرمى هي اللي تقدر تديني الكرار اللي أنا أقدر أقول إن فيه ركل الجزاء أو عدم وجود ركل الجزاء أنا كحاكم بلعبة لحكتين رؤية واضحة وبعد كده ريأكشن بتاع اللعيم نعم الحاكم لازم يعني فهم قانون كرة القدم أنا عندي هنا أكرم توفيق مع الكرة بعد كده لعب فيوتشر داخل جامد داخل جامد بسا فين التفاصيل اللعبة مش بينة فطالما مش بينة لا يمكن هدي كرار فيها علاوة إلا إذا الحاكم في المرأة أو حاكم أو لو واحد طيب كده حاطت كاميرا كاميرا وراء الجول ومخرج جيبا خلاص نندر نشوفها كبش النار بقى نفسك بص كابتنا هتلاقي الكرة بيتفين الكرة بيتفين دواتي يعني جنبه يعني اللعيب متعرفش يعني الصورة مش حاضح حالة وانا قلت كامده بيت الكرة وراه ما اعتبر من التحام عادي لكن الصورة ما تخدمش ده أنا أنا أقول حالة زي دي هنمشي مع القرار للحاكم لو احتسب كنا هنقايد قرار لو بنالت حتوافق لو مش بنالت حتوافق كابتن عصا نفس الكلام يا كابتن لأن التحليل بيعتمد على صور بدون صورة واضحة ما نقدرش نقول هناك راكل الجوزاء أو لا حتى الرياكشن زي ما قال التباتل الرياكشن أكرم توفيق ادى ادى سك براء طيب احنا ما حطناه كسادس حالة نستاذ رأي خبير تحكيم ولكن عندي رسالة مهمة جدا كان سبب موافقة الكل واجتماعه على فكرة ان هي مش راكل الجزاء ان الصورة مش باينة وانها فيه الصورة من ورق جون طب نعرض الصورة دي ونشوف الصورة دي هل هي من ورق جون ولا لا ادي صورة من ورق جون بتوضح بشكل كامل ان لعب فيوتشار بيعترض مصار اكرم توفيق والصورة دي لو كانت اعترضت كانت ممكن تكون الحالة الستة لان كانت تحليل اللعبة هيختلف تمام الصورة دي بس حابين نوضح مش من مصور او من موقع او من حد كان قاعد بكاميرا في المدرج دي صورة من البس وصورة اتعرضت على قناة اون تايم سبورس في برنامج الدرجة الثالثة للزميل ابراهيم فاي ولكن كان الكابتن سامير واسمون بيدور على حد طيب جبنا له الحد الطيب وجبنا له الصورة اللي من وراء المرمى نتمنى يتناولها في فقرة فار روم لان دي رقل الجزاء من وجهة نظري لا تقبل الجدال واعتقد فكرة ان الكابتن محمد الحنف يتواجده في الملعب المفترض تكون لعبي النادي الالي يتمتعه ببعض انا اسف يعني نقطة من الزكاء اكرم كان حريص جدا لانه يقوم بسرعة الكلام ده لو في اي دوري اخر حتى لو انت قمت هيراجع الفار وهيقول رقل الجزاء لكن لما يكون الكابتن محمد الحنف في الملعب اكرم لما يدخل كريم ندفد بلغة المدفعين بايع نفسه اشتري منه لان دي عرقلة واضحة وصريحة ورقل الجزاء والقرى بعيد خالص عن متناول كريم ندفد في مباراة انتهت بالتعاعد الواحد واحد شايفك مش قاعد عايز طول الحقيق لا اصل اكرم ساب محمد الحنف يتأرجز عليه دي الحقيق لا يساب ويتأرجز عليه دي الحقيق طبعا دي مش اخر فقرات التحكيم عندنا يعني اكثر سخونة ولكن بعد الفصل شفنا الاهلي وشفنا ازاي تضرر في خمس حالات من بداية الموسم ولم يستفيد في اي حالة تحكيمية بس عندنا قصة تانية خالص في احتواء مفيش احتواء كلام كتير جدا حصل وانا رأيي حاجة واحدة بس رجعت الزمالك للمباراة ضرب الجزاء سيف الجزيري اللي كنا هنا بنأكد ان هي مش راكل الجزاء ولكن الايام بتثبت دايما اللي احنا بنقول هي الايام بتثبت اللي انا قلته وهي فكرة يا كابتن عصام خد بالك من تصرحاتك لان الحالات بتحطك في مواقف حرجة جدا لما بتكون تحاول تدافع عن اخطاء لصالح فريق معين ضد اخطاء ضد فريق اخر وهو النادي الاهلي فدايما بتوع في حالة التناقض اهم حالة من حالات التناقض اللي ممكن توصل لنا صورة التحكيم المصري في السبع جوالات للنادي الاهلي وتمن جوالات لنادي الزمالك هي الحالة دي حالة فاصلة جدا في مباراة الاهلي والزمالك التي انتهت بخمسية هنسمع اراء بجد بجد انا مش عارف ممكن نتعامل ازاي مع فكرة التحكيم المصري وجود كابتن عصام عبد الفتاح على رأس التحكيم المصري بعد التصرحات دي نشوف اول فيديو الاخدام بص الرجل شفت رجل اللاعب نرجع نرجع معلول شفت معلول بيدرب الرجل فين بيدرب اين رجل شوف بيدرب شوف بس رجل معلول دي تروح فين تخبط فين نرجع هنمشي بقى كده هنا بقى سقط سيف الدين كزير طبعا ايه لعبة انا شايف التصوير هنا ما خدمش اللاعش فيه بالتصوير التصوير واضح وضوح الشمس لا لا بس مش باين مش باين ان فيه شدة فنية شدة الفنية نحن بقى في مطش سراميكا قلنا ما فقاش بنا ما يعني ما انا باتكلم انا باتكلم السيداية كابتن احمد وما قالوا بير انت في سراميكا استنى بس كابتن خلينا بس ايه احنا خلصنا شدة هنا فيه انا لما سألت على الشدة ولا على عرقلة قالوا لا على العرقلة ماشي كده عشان برضه ساهلها لك هل في عرقلة تستحق ركلة جزاء ام لا يلا يا كابتن اتفضل هل حمد فتحي رجل الشمال مع عرقلة جزيرة ما ده يا كابتن مش واضح في الصورة قدامنا يا كابتن مش واضح من كده طب يعني حضرك مش قادر تاخد قرار مش واضح فأقول يا كابتن استمر الله لا توجد ضربة جزاء من وجهة نظر حضرتك طب كابتن عصام عفتاح انا في لقطة يا كابتن ان في عرقلة طبعا المسك متطفق مع حضرتك زي زي بتاع طريق حامد مية في المية مية في المية والك Regional شوفوا إتيشرت بلاك مية في المية أنا كنت متطفق مع الكابتن لا هيا قبل الصقور لقبل الصقور المسك طبعا لا أنا متطفق المسك مية في المية زي بتاع طريق حامد مستحيلي تم قابلين عني لكن لو نرجع لو عندنا لقطة تالي نرجع يا راتي سيد محمد نص جبينا كل اللقطة كل الزوايا كل الزوايا في لقطة أن علي معلول مد رجل بس نشوفها بس ياريت نشوفها هيا دي ركز مع اللحن كمل كده اهو اهو حلو اهو مد رجل اهو حلو اهو كمل يا كبت هل خبطت رجبته اصخطته هل خبطة مش وطحن كانت تلقى رجل معلوم لو انتم مش شايفين كويس انا شايف كويس رجل معلوم خبطت رجل حمد فتحي لو انتم مش شايفين انا شاف صنع ما بتخرجش معادي فتحي علي معلوم خبط حمد فتح اهو 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 انا بقول ده اللي انت قلت انه اهو اهو ايو ايو اهو اهو اتفضل يا كابتن او طبعا لا فيه كاميرا من هناك اتبقى احسن مئة مرة انا عندنا لك بقى مئة كاميرا في المطش ده الرجل معلوم اهو في رجل مع حمد فتح في رجل حمد فتح اهو كابتن عصام اتفضل حياس بأمان يا كابتن الصورة مش وطح لو ليك دعوة في اول سنة 2022 ادعي ربنا ما يحطك في زنقة الكابتن عصام عبد الفتاح اللي اتحط فيها بدفاعه المستميت عن راكل الجزاء سيراميكا كليوباترة امام الزمالك في الديئة الاخيرة في الديئة 90 وقال ان ما فيش شد وقال ده الشد متبادل فجاء هنا في راكل الجزاء سيف الجزيري في مباراة الاحتواء قال خلاص انا مش هادر اقول على شد راكلة جزاء طبعا الكابتن سامير عصمان كان حاسم جدا وامر واضح جدا وبيعجبني في كده استمرار اللعب لكن الكابتن عصام قال ايه قال دي مش راكلة جزاء وماقدرش هتكلم على الشد صح المسك هنا مفيش مش موجود مفيش شد والشد مفيش راكلة جزاء ده تصريح مهم جدا لكابتن عصام عبد الفتاح اللي قال ايه الشد مفيش راكلة جزاء تعالوا بقى نسمع لحظة صفا ولحظة تجلي كان كابتن عصام عبد الفتاح مش وقع تحت الضغط والتأثير اللي بحي عليه كابتن شوبيل لانه ضغط مهني بيوصف له في حالة ما تقدرش العين المجردة تكذبه فتعالوا بقى نشوف كابتن عصام عبد الفتاح لما ما كانش عليه الضغط ده كان بيقول ايه هل فيه اي حالات انت حيك شفتها فبسطة او ان محمد عادل حكامها صحة او حكام الفرد البعض قال ان هو ايه ده راكلة جزاء للزمالك كده عشان ايه هدى الامور بالعكس راكلة نادي الزمالك كانت راكلة جزاء مية المية صحيحة لو نرجع للحالة هتاقن فيه مهلك ماسك من التشيرت للاعبات الزمالك سفر الجزيري ففيه ماسك مية المية هو اللي ادى الى سقوطه وصراك الجزاء كانت كانت المسك باليد بس الناس كانت مركزة على علي معلول انه وافي الارض فهم ما كانوا شايفين بصين على الحتة دي لعب اخر لو لعب اخر هو الشاج احاقه 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 برضو يا كابتن عصامه اهي اهي انت حاج بتتكلم عالمسك بتاع حمدي فاتحي لسفر الجزيري السفر المسك يا ابراهيم اه 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 خلاص هو ده اللي خليه فقط توازنه هو واضح المسكه حتى تشيرت واضح انه خارج الجزء فهنا موجود ورقة الجزاء موجودة أهلا بك كابتن عصام عبدالفتاح في فيديو الموسم وكل موسم قال المسك ما فيش شد وما فيش ضرب الجزاء هو هو كابتن عصام عبدالفتاح اللي كان مع براين فاي قال لا ده هنا ضربة الجزاء نتيجة الشد والبعد قال إن هي عشان يهد الأمور وهو ما كانش عايز يهد الأمور شكرا كابتن عصام عبدالفتاح نورت محكمة الأهل قط أحمر وفروم لأنك أثبت إن ركلت الجزاء حرفيا كانت عشان يهد الأمور وإن كل اللي تعبنا فيه عشان نقول إن فيه احتواء أنت أكدته بعضمة لسانك في ساعة صف مش قلت لكم يعني أفضل دعوة في بداية 2022 قول يا رب ما تحطيني في موقف الكابتن عصام عبدالفتاح ولا في الزنقى ديئتين أو ديئة أو نصف فاصل بين تصرحين لنفس الحالة الحالة اللي احتار فيها خبراء التحكيم هي أرقلة لعلي معلول لسف الجزيري ولا شد يبراهيم شايف الشد يبراهيم نفس الشد ده كابتن عصام انت قلت ما فيهوش رقل الجزاء لكن عندنا تصريح بقى تاريخي هيخش يقول لكم إيه اللي انتو بتعملوه ده ما تيجوا تتفرجوا على الشغل الصح نسمع الفيديو ده ونرجع نعرف طيب البنالتي بتاعت الزمالك بردور بعض قال هما مش عارفين حسبتها على عرقلة ولا على شدة الفنيلة على عرقلة علي معلول وهو أهد في الأرض لسف الجزيري بعد ما مر بالكرة منها البار راجعك فيها البار راجعني فيها وداني كونفيرن وانا معا القرارات المصرية صارت بهدف فرات للجزاء القرارات انذار تيه لو أخطأت في انذار لاعج نعم ده الكابتن محمد عادل صاحب يعني رواية الاحتواء الشهيرة هو بيقول شد يا جماعة لانتوا بتتكلموا فيه دي عرقلة وكمان خدت كونفيرمة عليها من حكم الفار إذن أصلا حكام الساحة بيتكلموا في اتجاه والكابتن عصام عبد الفتاح ما شاء الله بيتكلم في الاتجاهين شد مفووش راكل الجزاء للكابتن أحمد شبير وشايف الشد يا إبراهيم راكل الجزاء مية في المية في النهاية حط الأراء كده جنب بعد هتعرف أو هتجمع كلمة احتواء مباراة القمة وأعتقد دعوة 2022 لازم تقولوها ما تحطناش في زنقة كابتن عصام عبد الفتاح أنا بفتكر جملة الصدق منجي فعلا والله لما تشوف الكلام ده تعرف أن الصدق منجي ومهما حاولت الدارة عن أخطاء بشكل غير مهني هتتحط في موقف كابتن عصام عبد الفتاح اللي بسميه موقف المسم تحكمية لكن كمان يعني تأتي الرياح بما لا يشتهي كابتن عصام عبد الفتاح خالص لأن عندنا ركل الجزاء شهيرة ولعبة شهيرة سيراميكا كليوباترا ونادي الزمالك وسيراميكا بيتحرم من ركل الجزاء صحيحة تعالوا نشوف الرأي بتاع كابتن أحمد الشناوي وكابتن سامير عصمان وكابتن عصام عبد الفتاح وهم بيتناولوا اللقطة نطلعوا نشوف الفيديو ماتش الزمالك وسيراميكا كليوباترا في دفع من في شد من لعيب نادي الزمالك اللي أول كان في شد متبادل لكن بعد كده استمر شد لعيب نادي الزمالك زي احنا شايفين في اللقطة دي وكان يتعين على حكم الفيديو لو الحكم مباراة لو الحكم مباراة ما شافاش بالرغم أنه مكانه سليم كان لازم حكم الفيديو يستادي محمد معروف عشان دي بالنسبة لأنا كورة واضحة راكل الجزاء بداية اللعبة دي في شد متبادل من الطرفين لكن بعد كده استمر الشد زي اللعبة اللي حين ممكن نصري جيبهننا دلوقتي أفضل لعبة هي كانت الأولانية ودرجة أني تشرت إيه داخلي بتاع اللعب بتاع سيراميكا زارت أنا من وجهة نظر أنا ولا أقدر أشرحه لولاده الزغيرين للحكام ما أقدرش أقول لهم دي مش راكل الجزاء أختلف تماما معاهم في هذه الحالة لفكرة جماعة الحالات دي اللي اختارها السيدة الأفضل الضيوف أختلف تماما في هذه الحالة وهذه الحالة خادت جدل كبير جدا في الإعلام وتم تحليلها من قبل الناس خارج مصر من قبل الناس في الفيفا وحللها كابتن جمال الشريك الماسك بدأ من لعب سيراميكا ثم انتهى بطريق حامل وده بنعتبر أن هنا ما فيش خطأ واضح بدأ الأول وبعد كده ساب وبعد كده هو ويع نتيجة لأنه اصطدم بلاعب الزمالك اللي على المسلوث الخبراء وجهوا كابتن عصام عبد الفتاح بالصورة اللي قدام عينيه هو كان رأيه أن الناس خارج مصر والكلام المرسل اللي احنا عارفينه وبعدت رسالة لصديق مهم جدا ورد علي قال اللعبة مش راكل الجزاء بس في مفاجأة نغير ألوان التشيرتات ونخرج برا الدوري المصري ونشوف رأي الكابتن عصام عبد الفتاح في أحد مورات الدوري الإنجليزي بين ليفربول و توتنهام ورأيه في الحالة اللي هتشوفوها مع الكابتن عصام فتاح نشوف الفيديو ونرجع نحق بنتكلم بأمانة ولما بنكون عندنا أخطاء نتكلم أن نحن عندنا أخطاء وهنصلح يا سيف أنت لو رجعت المت توتنهام و ليفربول معلش تركت عليه ولا لا أخطاء رهيبة في أغلى وأعظم دوري في العالم هاريكين كان لازم يطرد مباشر ما اطردش درب الجزاء صاريخة الوضوح لليفربول لم تحتسب ولكن الأخطاء بتوع في كل عالم ذا ليس مبرد ولكن لما يكون عندنا أخطاء نقولها ونعترف بيها لكن الجميع الأغلبية عاوزة تحط شماعة كابتن عيسام عبد الفتاح ألن هرايح دماغي أنا مش هقضي أي مثال بأي مباراة في الدور المصري أنا هروح للدور الإنجليزي وكابتن سيف زار تقريبا ما شافش المباراة على حد تعبير كابتن عيسام عبد الفتاح وهدي نموذج لضرب الجزاء صارخة كارثة في ضيحة لو عرضنا على الشاشة نشوف راكلة الجزاء اللي بيتكلم عنها كابتن عيسام عبد الفتاح في مباراة توتنهام و ليفربول اللي كان من وجهة نظره خطأ تحكيم كبير سيبك من طرد هاريكين عايزين الصورة بتاعة راكلة الجزاء ايه ده يا جماعة بتفكركم بايه الصورة دي نفس الصورة اللي كابتن أيوان لا إله إلا الله ضرب الجزاء مزدوجة سيراميقة كله بات رشد ودفع كابتن عيسام مش شافها ولكن شافها مع كابتن سيف زاهر في الدوري الإنجليزي كابتن عيسام عبد الفتاح في موقف صعب جدا فكرة دفاعك عن التحكيم بشكل مستمر خاصة لما تكون الأخطاء التحكمية دي كلها لصالح منافس و ضد النادي الآلي كلمنا عن النادي الآلي اتضرر في خمس حالات ولم يستفيد في أي حالة تحكمية احنا في الأول يا عسامة قلت للأسف على قد ما احنا أكدنا قناعتنا على قد ما انا حزين على التحكيم المصري والأربع خمس فيديوهات الأخيرة بتاعت سيف الجزيرة ولقطة سيراميكا هما يهداء لكابتن عصامة عبد الفتاح اعتقد لما تشوفهم هتزعل قوي من نفسك قوي هما كملوا الحلقة يا فارس وكان فيه حالات لنادي إذا مالك استفاد فيها بشكل كبير من الأخطاء التحكمية ولكن احنا كان يهمنا موقف النادي الآلي وكان يهمنا فكرة الكابتن عصامة فتح وقراءه المتنقضة بشكل كبير جدا اللي محتاج يقف مع نفسه ويرجعها بشكل كبير وبنشكر الكابتن سامير عصمان اللي اختلفنا معه ببعض الوقات ولكن كانت أراءه لأكثر موضعية والأكثر اتصاقا وبنشكر أيضا حضراتكم على متابعة خط أحمر بس معانا شوية كومنتات نستعرض بعض الكومنتات اللي تبعتوها على هاشتاج الأهلي خط أحمر نشوفها هم جدا جمهورنا اللي بيشاركنا الأهلي خط أحمر المصري بيقول هدف طاهر محمد طاهر ماتش الخمسة وأيضا معانا أراء تانية محمد فريد حال بيقول أربع لحظات أفراح كل فرحة لها رونقة لا تقالب من الأخرى ولكن بالترتيب دوري أبطال أفراقية العشرة وتالت العالم والاثنين سوبر أفريقي نستعرض أراء معانا تاني هو بيقول أفضل لحظة في 2021 هي برونزية كأس العالم وهي عبد السلام محمد بيقول أكيد الزكرة السنوية الأولى للتسعة دي جديدة يعني مش بطولة لا ده 27 نوفمبر 2021 حلوة من عبد السلام محمد دي طبعا يعني كل لحظاتنا مع الأهل هي الأفضل ولكن دي أجمل لقطة اللي هي لقطة علي معلول وهو بيسلم الكابتن حمول خطيب جايزة أو برونزية أو مدالة السوبر ومعانا أماني بتقول أفضل لحظات مع الأهل كان حصولنا على ثالث العالم ماتش الدر بخمسة تلاتة ماتش الاحتواء لو شفت الفقرة هتبقي متأكدا أنك مقنتش كلمة غلط وماتش السوبر الإفريقي مع الرجاء وأحمد الحديبي بيقول أفضل لحظة كانت حصولها على البرونزية خصوصا أنها جات بعد شوءة وبفضل الآضية راجعة الجنة بتتطفق معايا كعب السلية الله أكبر عليه طبعا وكمان هدف طاهر في السوبر الأفريقي ومعانا عفة جدور بيقول دي من اللحظات الحلوة احتفال بيرسي تاو والأهل خطاح صحيحنا صورة تانية أخيرة بتتكلم عن العشرة بتوقيت الأهل اللي تعاملت معاملة كاس مصر لا كانت تأكيد تسعى القضية ممكن وطبعا صورة كباتن لقالي كابتن محمد الشناوي كابتن أيمن أشرف وبكده نكون وصلنا لختام أولى حلقات الأهل خط أحمر في السنة الجديدة سنة 2022 يارب تكون سنة سعيدة على النادي الأهل وجماهير وعلى كل متابعيننا وعلى كل الأمة العربية إن شاء الله وبإذن الله نحقق فيها أحلام أفضل وتكون سنة لشعب مصر بالكامل أفضل بكتير من سنة 2021 لازم نشكر فريق الاعداد شادي صبري رضا غانم أحمد غمري وطبعا يعني شريكي ورفيكي فارس ألف شكرا يا رب دايما متجمعين في نجاحات يا أسامة ونشوف الأهل كله ومنظومته في القناة والنادي دايما في نجاح بالتأكيد إن شاء الله يا رب ونشوفكم على خير وحلقات جديدة من الأهل خط أحمر انتهى كلامنا لكم محبتنا وسلامنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر